السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تحديات ومنافسات دور الستاشر السينمائي عندنا النهاردة كاتجري مهم جدا ولكن قبل ما نبدأ فيه عاوز أرحى بضيوفي أولا ضفنا اللي بيظهر معنا أول مرة وإن شاء الله أكيد مش آخر مرة أحمد شوقي رئيس جمعية المقاد المصريين ونائب رئيس الاتحاد الدولي مليش دعوة بنعمل قرع ومعنا نائب رئيس الاتحاد الدولي مسحنا للنقاد وموسوعة في عدد كبير من المواضيع منها الموضوع الرئيس اللي حنتكلم فيه النهاردة نورنا يا رود حبيبا رئيس ومعنا مستر محمود اللي منورني دائما واللي تواجده النهاردة مهم جدا لأننا حنتكلم عن أفلام التسعينات أفلام ممكن تكون فترة مش بتاعة محمود قوي ولكن وجهة نظره فيها بالنسبة للأغلبية العظمى من الجمهور اللي بيتابعنا النهاردة تعتبر أهم واحدا في الحقيقة التجربة بتعمل علي ومعنا شوقي اللي أقرب شوية للجيل بتاعي واللي عاش تجربة الأفلام دا بحلوها ومرها أو بمرها ومرها وشوقي مؤخرا ليه كتاب عن أفلام التسعينات كذلك عن التمانينات هم مخرجين التمانينات بس كلهم اشتغلوا في أفلام التسعينات وكلهم أفلامهم موجودة هنا حلوة يعني الجيل اللي بدأ شغله في التمانينات طبعا مش عايزين نبين قد إحنا ديناصورات بس إحنا عدد كبير من الأفلام دا تقن لم يكن كلها يشوفناها في السينما يشوفناها في الفيديو لبعد السينما يشوفناها في الفيديو لبعد السينما على طول مباشرة وقبل ما نبتدي عاوز أطلب منكم دعم الحلقة باللايك بالشار بالاشتراك في القنوات واللينكات بتاعت الحاجات بتاعتنا كلها موجودة تحت في الدسكريبشن وكالعادة التقليد الرئيسي بتاعنا إن أول اتنين في الدروس التاشر بيصحبهم الضيف بتاعنا مش مسخلين الكور زينا لا لا نزاه الإرهاب والكباب الإرهاب والكباب يواجه بداية حوائي ربنا أعلم رقصة والسياس يون هارس ويل رقصة والسياس حتة مواجهة خالص بس ماشي عام حمود إيه اللي خالص لا أنا برضو مش خالص مش مواجهة سيحكين إن فيه واحد حيتطحن وما يستحقش يتطحن بدري كده بسم الله كابوريا كابوريا لكن ما قماش خالص عاملين تخانق عليه قبل ما نده تصوير خوز الحوبلر قاوي عن كابوريا هقطعك كابوريا أصاب طير الظلام فيه طحنة تانية هيحصل هنا برضو حسنا يا محمود ديوقتي انت هتخش في أزمة نفسية شوي بس حلوه إن فيه واحد منهم أبطلت خانق عم بدري اضحك الصورة تطلع حلوة صحيدي في الجماعة الأمريكية هو فضل المينة نزلوا مع بعض في المين دول تقريبا تانية وتسعين مزبوط تريبل تلات الشي فارفة او شي فارفة شي فارفة شي فارفة لا شي فارفة واثنين بس نزلوا مع بعض سوبر ماركت حسنا المواطن مصري حسنا هو المواطن مصري آخر فيلم صرحة وصير؟ لا أعمل بعضه فيلم وحش قوة حسنا آخر فيلم كبير صرحة وصير حسنا ايس كريم فجلي نعمل البلدي سهلا سهلا يعني أنتم لغايد دلوقتي عارفين مي اللي حيثك؟ لا فيه حاجات مش عارة لا أنا حد دلوقتي كل اللي هنا واضح مع هذا ده وده واضح برضه اوكي ده واضح؟ ايه واضح؟ انا بالنسبة لي ده واضح بس فيه حاجات هنا مش واضح انا مش عارف انتم وزايا شايفينه ده واضح انا كليس جدا انا عاوز ابتلي بالمطشد اللعب مع الكبار اوكي شريف عرفة تالي زمور الأخير معنا بلا شي فارح بلا شي فارح فيه لسه في واحد كنا فعلا ايه تاني حق زي دولة واحد اثنين ترات ارطع احنا احطنا اطرم اربعة لا يمكن ها هو اربعة صح حالا يواجه الهروب اوكي نفس استمع بردو؟ تقريبا او يعني اه مسمين إيديون يا غرامي اوكي كد كد دي اول علامة سفلطة واضحة بالنسبة الاول! اخر اثنين شوفت البتاع الرسمية اللي احنا نحط فيها عايز البومبوني الكبير عارف الو الناشط اللي بيكسر السنة بو ناس بتتسعنات بومبون سيمة اللي بيكسر السنة المصير اه في هنا كلاش جاي في الدور التمل ضد الحكومة ضد الحكومة اش بتطيلة بده مع الايماة دي كانت خلاصة بحث طويل يعني احنا عبخة الاوايم الذي زي بني نعمليها قبل التصوير بساعة دي قعادنا نشتغل فيها عشر قيام تقريبا وبقد كان انا عايزين نشوفها مرة اخرى وبصراحة انا بقى هنيع المجهود اللي هو عمله عشان يبقى جاهز لهذه المناقشة بكده بقاء جاعدنا مرسيديس فيه كم فيلم عبود على الحدود لنا كنت مدافع عنه بس ما نوصل له نوصله بس نوصل للي احنا عطلناه مكان هنبدأ بالمباراة الاولى والمواجهة الاولى الارهاب والكباب والراقصة والسياسة دايما الديك بتاعنا هو اللي يلبس كل حاجة انت بتقول انها مواجهة صعبة انا مش شايف انها مواجهة صعبة انا شايف ان ارهاب الكباب واحد من اهم افلام مش بس في التسعينيات ومن اهم افلام السنو المصرية في تاريخها عموما على كل المستويات يعني الرقصة والسياسي فيلم جاد جدا ممتع جدا فيه رسم الكاركترز بشكل واضح فيه شخصية تحولت الايقونة ده سونيا سليم اللي عملتها نبيل عبيد والعلاقة البنج بونج بينها وبين صلاح عبيل وفيلم فيه وجهة نظر في الحياة وفي السياسة وفكرة هل انت مفع تكون موصوم في المجتمع مهما حاولت تكون تعمل افعال طيبة وان فيه اشخاص فوق المسألة وفوق القانون حاجات كتير قوي بس في النهاية رابو الكباب هو يعني فيلم متكامل على كل المستويات بدءا من البريميس الزكي جدا الفصود بتاعته ازاي بيتطور الفاصل الاول ممكن لو انت مش عارب فيلم هيروح ازاي تقاش متخيل ان في لحظة الايه هتقلب للدرجة دي عدد الكاركترز المرسوم يعني كل الكاركترز هالوه حتى اللي بيتكلمه كلمتين تلافة في الفيلم صف الاول وصف التاني وصف التارتة وصف الرابع كذلك ويعني في رأيي دور فيلن انتي هيرو كماليش ناوي اعتقل مش ممكن مش ممكن احسن وزير داخلية في السنة بدون منافسة وما بين الخماسية اللي عملها شريف وعرفها مع وحيد حامد وعاد الامام لها خمس اطلاب مشهورة عندنا منهم اثنين هنا او ثلاثة ثلاثة واتكلمنا عليها كتير والناس كلمها فيها انا رأيي انه ده فيلم ادبانست كده واقول بس ان احنا عملنا مؤخرا الى السنة اللي فاتت استفتاء لاهم خمسين فيلم كوميدي اهم مئة فيلم كوميدي بتاريخ مصر الهيرو بوكاب هو رقم اثنين واو انترستين جدا انا بالنسبة لي ده داد الخناءة اللي هنا المفروض تحصل هي صعب ان تتعمل لان الارهاب والكباب هو ايقوني الارهاب والكباب من الحاجات اللي بتتحط في المنهج حتى شخص ما كانش معاصر اللي هو انت لو عايز تبدأ تتفرج على الحاجات النظيفة اللي تطلع من السينما المصري انت لازم السنة اولى كدهو تتفرج على الارهاب والكباب الرقيصة السياسية هو نوعية الفيلم اللي كان يجي في التلفزيون زمان وانا صغير ما كنت طبعا ما حضرتوش فكان يجي في التلفزيون زمان وانا صغير اللي هو ألحاو من نصه ألحا اخر شوية فيه عمري ما عرفته افهمه كامل لما رجعت واتفرجت عليه التجهيز هنا ماشي فاهم ان ليه ساعتها كان يكون حدث بس لما يجي قرنه مع الارهاب والكباب ده برده المقارنة في كل الحاجات دي بتكون في السياق السينما المصرية ان انا خليت بالي من الموضوع ده وانا بتفرج على الافلام دي ان انا بغيرها في السياق السينما المصرية لا الارهاب والكباب برضو حاجة ايقونية في مكان تاني فبالنسبة لي ده فايت خلصا انا موافق على الطرح مش عايز اقلل من الارهاب والكباب لانهو فيلم مميز وفيه عدد من الحوارات الجميلة جدا وفيه عدد من عايز اقول اللقطات والجمل الكوميدية المعلمة معايا يمكن لسبب ما اكتر كما من الارهاب والكباب يعني اللحظة للصلاح القبيل بيقوله فيها انت عارف لما خدام عافية تستفرت بسجدة في البلكونة عبقرية مش ممكن يعني حاجة كل شوية تنط جوا مخي الفيلم ده كان من اكتر الافلام المشهورة والمنتشرة والشعبية عندنا في البيت كان عندنا شريط دي اتشاس بتاعنا احنا وكانوا بيجروا على كلها عشان اتفرجوا على مشاهد الرأس بتاعت نبيل عبيد امي وخلاتي وخلاتي كان فيه بينهم بعض اخناقة بتاعت نبيل عبيد بتاع فرقص وكان فيه قناة طبعا نبيل عبيد فيدت السينما يعني تجسد وقتها قمة القنوثة والجمال والجاذبية وكان في بعض السلطات شايفين ان هي اه بس انها بتاع فرقص دي بطرقص بعنيها طرقص بنصال لفوق بس طب يا عبيد يعني يا جماعة تتكلموا فيه بس كنت برا القناة اني سؤال التسعينات المهم جدا اعتقد انها محصول بس حسأله اني ويز مراتي سألت هولين برح نبيل عبيد هونا نبيل جدا فيه فيلم الفريق نبيل مش بسيط يعني هقولك حاجة احنا برضو عملنا استفتاء لهم ميت فيلم ناسوي في تاريخ السينما وكان فيه اكتر من فيلم طبعا نبيل عبيد من ضمنها الرقصة والسياسي كشف المسطور التخشيبة وكانش فيه فيلم نادية الجندي وكانت ازاي هم ميت فيلم للمرأة ما يكونش فيه نبيل عبيد فانا كان وجهة نظري انه لو بنختار اهم عشر نجمات في تاريخ السينما مصرية بالتأكيد تكون منهم نادية الجندي كنجمة وظاهرة ونجاح كبير وقدرة على انها تكرافت المشروعات تبقى معمولة بالزبط على مأسها وعلى الحاجة اللي بأمورها بيحب يتفرج عليها بس تحية على مستوى الاختيارات على مستوى الموهبة على مستوى كل حاجة انا رأيي ان نبيع بيكت ظلمة نفسها انها داخل الجيم ده انا صراحة انا برضو برضو واحد جاي اوتسايدر شوية من اللاحية الاصغر سنة وانا اصلا مش دماغي اول لسينما المصرية ما كنتش ملهوم بيها من اول ومدخلت ان انا حب اتفرج على الافلام كده بس نادية الجندي انا هي موجودة في دماغي اكتر من نبيع العباد لان نادية الجندي فضلت موجودة معايا اكتر وانا صغير حتى كنت افتكر كان في بعض المسلسلات كنت دايما نشوفها في الافلام هي لسه موجودة معايا بس برضو انا بقول ان ده هتكون برضو غير عادلة لو دخلنا في النقاش ده من كل النواحي لا ما هو كنستالجيا الاثنين كثب 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 اثنين هما هما الصراع اخر تمنينها تقول تسعينها ونجبة مصر الاول لكن انا باتكلم بقى بمعايير نقدية وعلى مستوى الافلام والاختيارات والادوار ولا طبعا نبيل عبد بعيد يعني فاحنا بنادي تكريم على فكرة دول الاثنين السيناريو الوحيد حامل بس القصة والساسي مش قصة الوحيد حامل لما يقوز عن قصة قصيرة الاحسن عبدالك هظن وده سامير سيف وشريف عرف وشريف عرف طب في اي اي اوزورفيشن على وحيد حامل وشغله ما بين الفيلمين دول لا هو في اوزورفيشن على وحيد حامل عموما ان انت في كل فيلم من دوله في كل فيلم هنجيله من افلام وحيد حامل هتلاقي نفسك فاكر جملة معلمة في ذلك يعني القدرة على صياغة افكار معقدة جدا وعميقة جدا في جملة زكية ودماءة كفيف دي دي موهبة هم تحسش هنا غريبة على السياطة هي هي بتكلم بلسان الكاركتر دي موهبة رهيبة يعني البنج مونج اللي بين عدل امام وكمال الشيناوي يعني مش مونج والتفاوض على الكنتاكي وعلى الكباب جماعة انا في لقبين عندي مهمين جدا الارهاب والكباب اولا هو من اجمل التريلرز في تاريخ السينما المصرية انا فاكر كويس قاوي قبل ما ينزل التريلر بتاعتم مش عارف تفتكر ولا يا شاوي الكباب الكباب اللي خلي عيشاتكم وبعدين الاغنية وممتاج على الاغنية بيستعرض الشخصيات دي تريلر ما فيهاش ولا كلمة غير الاغنية والارهاب الكباب الكباب وعاوز اقول ان هو احسن ساونتراك بس احسن سكور هو احسن ختمة موسيقية لمشاهد نهائي في فيلم في التاريخ لا هو احسن سكور لما تحط تصميم الموسيقى على الهدف الزهني من وراء اللي دي اظن محمد ابو سليمان التكلم معنا كويس قوي في الحلقة اللي عن خمسية شيف عرفها ان فكرة ان الناس دي جوا ميز المجمع التحييب بيشكله الحلزوني ده وان الموسيقى فيها حاجة كرتونيش جدا وفيها الحركة بتاعت شخصيات الكرتون بس كمان مؤثرة وبتحرك فياني لحظة الانتصار في المزيقى الأخرانية الرموت فمودي الإمام ده بصرف النظر عن اي حاجة والبطل اسمه احمد مش رشنا اسمه احمد بس البطل اسمه احمد يعني البطل اسمه ناملس يعني هو مواطن يعني اختار له اكتر اسم وفي الاخر لالك لطويل ولا قصير شكلنا كده الارهاب والكباب ينتصر على رقصه السياسي رقصه السياسي فيه حاجات كتير هنا كممكن يكسبها صحيح بس في الجولة الاولانية الارهاب والكباب يتقدم للامام عشان يقابل واحد من اتنين يا اما كابوريا يا اما طيور الظلام وفي واحد انت هنا المواجهة دي انت اللي هتحسمها على فكرة لان احنا وضح ان احنا مقسمين عليها معسكرين طب حلو خلينا نسويج اللي في الاخر يا استاذي كابوريا على طيور الظلام قامة في المائة بالنسبة لي كابوريا على طيور الظلام طبعا استاذي استاذي هنتكلم هنتنقش انت محبيتش كابوريا خالص لا ما تقولش ان انا محبيتش كابوريا خالص هو الفيكرة اجمد قصة في تاريخ السينما المصري على فكرة ايكونيك ايكونيك الى الان لو روح حلاء قولتله حلائري كابوريا هيبقى عارف انت قصدك ايه بعد حاجة بتلاتين سنة على فكرة انت دلوقتي لسه انا لسه دلوقتي عامل اللينك مش مصدقك بس محبيتش كابوريا او الان المر الاسود لا كابوريا في المائة بجد النمر والاسود نمطي اوي 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 هو فكرة ايمية كابوريا ان هو فيلم من شكل السين المصري ان هو فيلم فيه جرأة وتمرض رهيب على كل الحاجات بما فيها خارب شارع نفسه اني خارب شارع نفسه قبل كابوريا ده عمل تلات افلام أو تحت أفلام مشهورين يعني عمل أبلاء الأخدار قدامها محدش بيفتكره بس عمل لعوامة سبعين تقول سويرة يوم مره يوم حلو أفلام تاسيكية ليها طبع نضالي كده مع الفقراء طبعاً لعوامة سبعين كان بحبه قوي وسبحان الله في يوم درجة سودوية مش معقولة سودوية لدرجة نوع خيري كان لسه عنده برنامج في زاوية وحكى الحكاية دي تاني إنه هو كان في إشارة مرور فقابل الواحد قال له أنا شفت يوم مره يوم حلو وشفت أحدام هندو كاملية محمد خان أصدقاء جداً يعني زمال أهم ومنهم جمال جداً بس جابوا لي زبحة من كتر النكت فهو روح عمالي دور في زهن وفكرة أنه يعني أنا عملت أفلام وعارف أنها حلوة بس توصل أن فيه واحد شايفها ومعجب بيها يحس بهذا الألم فقرر من وقتها أنه يعمل كابوريا يعمل أسكريم في جليم يعمل إشارة مرور يعمل الأفلام اللي فيها أنا عندي نفس رأي بالزبط تقوي الإسورة ويوم مر يوم حلو حبهم جداً مش هشوفهم تاني ده ما يحصل إيه؟ أنا بحب العام سبعين أكتر من ده بكتير يعني عام سبعين فيلم أدبانس ده عن الاتنين بس طبعاً كابوريا وما بعده يعني يوم الأربع أفلام ده كابوريا، أيس كريم في جليم إشارة مرور أمريكا الشيكويكا دي أفلام وكابوريا تحديداً على مستوى الشكل هو فيلم مش عايزك تتفاعل معاه زي الأفلام المصرية ومع ذلك تقدر تقول أنه هو انتقالي شوية ما بين الكوميديا الخفيفة والكلام ده كله وبرضو نظرة سودوية على المجتمع جداً وعلى فئة معينة هو كابوريا هو بيقول بالزبط اللي بيقوله هو مر يوم حاجة بس بيقوله بأسلوب تاني خالص مظبوط جميل في الفيلم ذات نفسه في الفيلم ذات نفسه تمام؟ ما ينفعش ما ينفعش كابوريا أوصاد طيور الظلام من ناحية آيكونيك فلا أهو أنا بالنسبة لي طبعا لش أنا حفت عليكم كان عندكم تحفظات طيور الظلام أنا عندي تحفظات واضحة أنه أنا بحب طبعا ويتحمد وشريف عرفة ويحب الخماسية دي بس ما بين خمس أفلام دول أقلهم بالنسبة لي رغب منه قد يكون أكثرهم نجاحا وأكثرهم تحول لآيكون ثقافي الناس بيستخدم مشاهد من طيور الظلام حوارات من طيور الظلام وطبعا اللي حصل في البلد سياسيا خليها يتحول لعمل آيكوني الشكل من أشكل النبوء بس ما بين الخمس أفلام دول طيور الظلام هو أكثر فيلم إزاعي يعني أنا طيور الظلام ممكن جدا أقراك سيناريو مكتوب أو أسمع هذا الحوار واستمت به جدا ومحاسش أن أنا خسرت كتير أني ما شفتش التصوير ده على الشاشة في حين أن كابوريا هو فيلم بصري 100% يعني فيلم لو حكاية حكاية بسيطة جدا وحكايته يعني حكاية كابوريا شكل لحكاية صراحة بسيطة شكل أفلام الستناية الشكل اللي هو المواطن الشكل اللي هو المواطن اللي هو المواطن اللي خدوه من عالم الشعبي الجميل وحطوف عام تاني غيره بس كيف تعمل هذا بأغاني وبمزيكة وبستايل حتى الناس اللي كانوا وقتها تصدم منه فيلم تهاجم جدا فيلم وقت ما اتعرض كان يمثل كم خيري بشارة تنازل عن الأفلام العظيمة اللي بيعملها ويعمل أفلام شعبية رغم أنه مش فيلم شعب بدليل أنه بعد الوقت ما ظنش الناس كتير اللي معاشوش اللحظة دي هيتفعلوا معي بنفس طريق نقطة على الآيقونية تماما بتاعت الفيلم فيلم الفيلم تيلو الزلام فيلم زعي لتعليل اللي انتا قلته مشان ممكن افهمه من ناحية بس انا رجع تصورك على تيلو الزلام تاني من ناحية انا شايف ان تيلو الزلام ربما أكتر فيلم أو من أكتر الأفلام المصرية اللي مزبط نفسه من كل حاجة وبيحكي قصة عنده حاجة يقولها ده أهم حاجة عنده حاجة يقولها الأداء من كل النواحي جيد فوق الجيد الجملة بتاعة البلد الدين اللي يشوفها من فوق غير يشوفها نحن نحن نختلفين على النص بل أنه حسن من الحاجة اللي هو عايز يقولها فيه أفلام تانية اللي ستحاول برضو تقولها موجودة معنا في القيامة دي بس هو قالها بأحسن طريقة وأكتر طريقة مظبوطة أنت أستخدمت وصف أنه هو فيلم شعبي شوية عارفك أنا ممكن برضو أبصله من الناحية دي أنا فيه كم حاجة كده ما تكون موجودة داخل فيلم أنا بأتبصلي مهم فيلم مصري وكامل احترامي لكل الناس اللي اشتغلت على الأفلام دي على راسي من فوق أنا أكلم دلوقتي من ناحية شخص قاعد وتفرج على فيلم أنا مش عارف مين اللي عمل للأفلام دي مع راشق مش دارسهم ولا أي حاجة بس أنا دلوقتي أجيب لي فيلم في نص الفيلم بدون أي سبب تحط لي أغنية أنا أزعى لا بس هو هو ده بقولنا الفيلم من الشخصيات بتغني لا أنا أتداق جدا وكمان حاجة تانية أتداق منها إن أنا أأكل بالمعلقة المعلومة التي أريد أن تقولها في نص الفيلم بدون أي سبب يكون فيه قطعة وهم في نص الفيلم يكون فيه قطعة للاثنين البرجوازيل الأغنية جدا كما كانوا بيخليهم يدخنوا عشان يمتعوا الأغنية الفيلم مليان من ده مليان من ده مليان للحاجات تيور الظلام فيه مجده تيور الظلام كله كده بالعكس تيور الظلام فيه حتة منها بيخليك ما بيتدلكش المعلومة كاملة بل أنت ممكن تفكر فيها لوحدك فكر فيها لوحدك فيش مشكلة إنما كابوريا لأ بيتدلك على طول هو بمنظف اللي أنت قلته لفت نظري لأن هم الفيلمين دون نموذجين لفكرة إن الكاراكترز وجودها داخل الفيلم مرتبط بما تمثله أكثر بكونها شخصيات من لحم ودم يعني مثلا اللي هيتطلع من دول هيواجه الإرهاب والكباب خلينا نفترض نظر الظلام والفيلمين لنفس المخرج ونفس المؤلف ونفس البطل بطل إرهاب والكباب أو أبطال إرهاب والكباب هم ناس الناس دول تتحطوا في موقف مخليهم اللي بيتعرضوا له بيدي معنى أكثر عن الحياة في البلد عن الهيراريكي بتاع السلطة عن العلاقة بالحكومة عن قيمة المواطن عن عان عان بس هم قبل كل دول بشر بيتفعلوا مع بعض الحقيقة إنه تول الظلام وكابوريا الشخصيات فيها قبل ما تبقى بشر هم رموز ده رمز للسلطة الدينية ده رمز المساعدة السياسية وبصراحة والإرهاب والكباب كمان بس ممكن أقول إن درجة التفاوت شوية إنه ممكن تكون مرتبط بالشخصية وبعدين حد يشرح لك لا هو بالتأكيد شخصية لها دلالة شخصية لها دلالة ولكن هي شخصية قبل ما تكون دلالة لكن هم هنا دلالات بتفاعل بعض الفرق ما بين الفيلمين بالنسبة لي إنه تول الظلام فيلم كونفينشن هو الشخصيات دي بيحكي لنا حكاية المفروض إنهنا نتفاعل معها ونفهم الشخصيات دي بتقول إيه لكن كابوريا مش راغب أصلا في إنك تتعامل إنك تروح مية في المية معاها يعني هو طول الوقت بيكسر الإهام طول الوقت بيقول لك أنا فيلم أنا فيه بنت صح الرمي عادة على السلم بتعيط فجأة الاتنين اللي خدمين اللي وراها بيعودوا يرقصوا ويجنوا فهو بيقول لك أنا أنا مش فيلم أنا أنا بعمل سخرية من العالم الحاجات دي مش حقيقية لكن طيور الظلام هو حقيقي واخد نفسه بجداية واخد نفسه بجداية واخد نفسه بجداية ويهي حاجة حلوة وانا بس هلعب الكارت الشرير وقول له وافترضنا إنه طيور الظلام فاز وهيواجه درابه كمد موضوع يبقى محصوم قوي لكن كابوريا ممكن لقى فيه احسب ايفاز مع حاجة شرع انت خلصت الدفاع بتاعك انا там هو من اصل انا عمر ماقدر شوف الافلام دي مصطرية اللي قادرين تشوفوها بيه تمام؟ أنا عمري ماقدر أبص عليها زي ما أنتم بصين انا أشوفت الفيلمين في السنما لفكرة تبريبا لحظة ما نزلو انا عمري ماقدر أخد نفس التجارب والمرتين كنت فتح بقي ومندهش لان انا باخد تجارب في الوقت بتاع تعرض الفيلمين كانت لأول مرة اشوف اقول لك حاجة غريبة هتيرو الزم اول فيلم في حيتي شوفه الساعة فعلا اه سينما مصر في طنطا وكان عندي عشر سنين تقريبا وكان معروض في برنامج واحد مع الجزء الثالث من رمو واو وشوفت الفيلمين وورا بعض فدي دي اه هتيرو الزم مش منحزلي يعني كبير يا سبب كبوريا شوفت الفيديو طبعا كنت اصغر قوي من انا اشوفه في السينما كبوريا دخلت سينما كان عندي اتناشر سنة تيور الزلام كنت خارج من امتحان وكنت انا هو واحد صاحبي وكروتنا اللي امتحان بسرعة عشان نلحق الفيلم في سينما الشرق في سير زينب اه والفيلمين كان اليوم علي تأثير كبير جدا بس كبوريا انا طلعت منه بطاقة هيبي مجنونة اه متمردة حاجات بالطريقة ديت مكنتش في دماغي مكنتش يعني تركيبة شخصيتي ممكن يكون كبوريا اثر عليها بالتغيير كذلك بس انا هفضل تيور الزلام شايف انه هو التركيبة الاكثر جدية الاجراء الى حد كبير وعلى فكرة مش مختلف معك في حتة انه هو فيلم تجربة البصرية ما بتدفلوش حاجة وان الدلالات اللي عليه اعمق شوية من رحلة الشخصيات بس هو مجردش الدنيا من رحلة الشخصيات وهو كمايل اكتر ناحية الدلالات ويحسب له انه هو افتكر انه عنده دراما انه هو عنده حدوطة وانه عنده علاقات ما بين الشخصيات واولا واخيرا انت ممكن تبص للفيلم من منظور انه هو كدلك رحلة صعود وسقوط وخلاص ما رحبوش اي مشكلة ينفع يعني انا بحب الكبوريا جدا وحقيقي ضد كل اللي انت قلت بما فيه كل التدخلات المجنونة اللي انت بتتكلم عليها دي بالنسبة لي من عبتيات السينما اللي بموت فيها دي دي بتخليني في امريكا بموت في الكوينز اللي ممكن يعمل لك اي حاجة مكدونة ملاش اي علاقة في نص الفيلم اللي انت بتتفرج عليه and i love that بس حلو المتش ده كمان اللي بعده اضحك الصورة تطلع حلوة مع صعيدي في الجامعة الامريكية صعب ابتدي انا طبعا ما ينفعش ما اختارش صعيدي في الجامعة الامريكية صعيدي في الجامعة الامريكية هو اللي عرف النقلة الجاية بتاع? الطريق السينما النباري المشيت فيه اوان ايو ما يعيت ان اتفرج على السينما المصرية كان من اول الحاجات اللي انا بدأت why وانا اقدر اقول ان انا فاكر لما انا شورت فيديو متسيبك Podeعم with things انتعVIS ديكو الفيلم في السينما محتاج تحجيزه قبل أربع طيام لأنه كله فولي بوك فأنا أنا ما ينفعش مدافعش عن سياسة الجامعة الأمريكية اضحك السورة تطلع حلوة لو حد من جيلي هيوصفه هو فيب فيب حلوي يدي لك شعور حلوي تفهم الرسالة اللي عايزة تتوصل من الفيلم وعامة هو فيلم أقل ملحمية وأقل كبر في القصة اللي عايزة تحكي عن الأفلام التانية من أرأ الأفلام اللي في الدنيا أول ما تشوف اسمه مزقت وتشتغل في ودنك وتلاقي نفسك كبتسمت كده كان برضو الفيلم بيقدم ناس من اللوشيش الجديد اللي احنا هنبدأ العادين معها بعدين في السينما بس كثورة في السينما المصرية صاريخ الجامعة الأمريكية طب ما كابوريا كان ثورة أكثر مطيبة بزيارة بصورة مش هادش الصورة طب ما كانش موجود انت بتقول صاريخ يا جامعة الأمريكية طب أنا حقول وبعدين أنت تسوينج لأننا حقولتها كالصورة تطلع حلوة الفكرة مش فكرة التأثير وبس أنا موافق تماما على تأثير سعيدي في الجامعة الأمريكية وعلى فكرة لو قلنا أنه هو بداية الموجة الكوميديا فهي بداية بالمقارنة مع النهاية حاجة محترمة قوي 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 طب صاريخ لتدلوقتي عندك كام فيلم الكلام هو واضح أن في التسانيات كان فيه ايدينتي كرايسيس بتاعة الطبقة ما بين الطبقة العليا والطبقة المتوسطة اللي بدأت تنتهي وأفلام كتيرة بتنقش نفس الموضوع ده ففيه كام من فيلم هنحطه ولسه هنعدي عليه هيكون بيتكلم عن نفس الموضوع هيكون لي نفس الموضوع سعيدي بشكله وبقع نفس الموضوع لا سعيدي بشده في عنوانه سعيدي في الجامعة الأمريكية ماشي بس فيه كاملة تتكلم مش بس على أنه هو بيتنقل من منصب هو فيه المنصب هو الحقيقة لأ أنا شايف أن سعيدي عنه موضوع ده أكتر من حكوة صورة العلوة حكوة صورة العلوة فيلم بالأساس عن الكرامة يعني هو سيد غريب وعيلته معندهمش رغبة معندهمش تطلعات طبقية مش زعلنين حتى أنهما فقرة بس هما عايزين يعيشوا بكرامتهم عايزين ما حدش يدوس عليهم عايزين يحتفظوا بشرفهم بشرف المهنة حتى اللي بيمارسها من غير ما حد يبقى مجبره ويطلع على النيجاتيف يديه للرجل المهم ولا أنه يتلاعب به في المشهد بتاع الحفلة والمسابقة قول انت توقيت بتتكلم لا مش ده المنظر الوحيد يعني أنا مش قاعد بحاول أحرص على توازن معين موجود جوه الأي ما مش دي الأولوية بتاعتي أنا صعيدي في كامعة الأمريكية بالنسبة لي فيلم شفتوا في السينما أضحك الصورة تلاحلو شفتوا فيها تشاهدوا في السينما بس كانوا في نفس السنة واشتفرجت عليهم مع بعض فاكر كويس قوي أنهي الفيلم اللي صنفته فيلم قاميدي خفيف دحكت انبساطت كلام زي ده وعلى فكرة بالمقارنة مع الستاندرد أو المتوسط العام بتاعي اللي أنا متوقعه من السينما هو كان أقلب كتير بالنسبة للنهاردة هو يكرم كفيلم كوميدي كان عنده حدوتك جد وكان عنده شخصيات بجد وممكن يكون حاول يبعث رسالة وتعامل مع موضوع طبقي وكلام زي ده وده شيء بائس إن أنا أرجع أرص على صعيدي من الجامعة الأمريكية وأقول إنه ما بين كل أفلام الموجة الكوميديية اللي هو بدأها ممكن يكون القندق دي مصيبة لا للأندق طبعا النظر الأندق والأفضل بتاع الموجة من الأندق طيب أعم 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 خلينا بس نوضح للناس إن إحنا عادنا وإحنا بنتناقش ندخل أي فيلم في القائمة دي هو النظر إنتاج ألفين فبرى لتسعينات هو النظر طبعا أوفيس لي أحسن فيلم أن تجته موجة المتحجين الجدد هني دي وعلى أوليد دي لكاد أن يفوز بجائزة أفضل فيلم من الألفاء جديدة أفضل فيلم عربي في الأفضل فاكر لتنامي في الحلقة أنت فقطت الزكرة أنا مجرد الكلمة لحاجة حاجة تاريح والسعيدي هو الفيلم اللي غير آليات الصناعة وغير بصلة الجماهير وفتح قاعد سينما ومفهوم النجوم وضغط فلقوس في السينما بعد معاكات سينما يعني صعيدي ليه دور مهم جدا اللي بدأوا قبله السنة لقبلاها سبعة وتسعين سماع داريها راح جاي ثم مفجر سعيدي بكل اللي عمله وهو ليه قيمة تقريخية في ازاي الصناعة دي تغيرت واتنقلت من جيل لجيل او من جيل الحقيقة وبعدين فيه جيل ما كانش فيه حاجة خالص يعني فيه ركود لمدة 18 سنين ركود تجاري اوحيت السينما من جيلين هو في الحقيقة منعكس على الاي مدية تشوف كان فيلم من قبل 95 وكان فيلم بعد 95 بالضبط ولكن لما بصنا بقى بعد السين وانا حبيت الفيلم وشوفته في السينما وجبت الشريط بطاعة كاملانا ومش كاملانا كان كاملانا ده الكجولوه كاملانا اسماع داراح جاي وهو كجولوه ولكن لا اتحاج سورح فيلم رواية فيلم يعني رواية انت كل الخارجز عندها عمق شديد جدا مليان لحظات انسانية اللي عارف اللحظات اللي بتشعرك يعني بتدمع كده من ال من من ازاي الناز يتعامل مع بعض يعني كل كل الخارجز اللي واحده ومفيش حتى اشرار الفيلم اللي يعتبر وقشران الفيلم اللي هو كريم عبدالعزيز وواز تبعوه هو الفيلم المتفهمهم وبنيهم دراميا ومخليك عارف هم جايين منين وبيتصرفوا ازاي بالطريقة دي فالما عملنا أنا وابو سلمان أحسن أفلام وعيد حمد أنا اخترت سريعة أمريكية أحسن سناريا وعيد حمد اتحك سورة تطلعها اتحك سورة تطلعها ايه انا موحد اتحك سورة تطلعها اتحك سورة تطلعها وكدا يعني عبود على الحدود وصعدي في الجامعة الأمريكية القرآن عارف فيلمين ليه؟ مش هيمشوا معنا انت بتلعب الكرت بتاع احساسنا بالزنب ان احنا بيالين لحاجة أقدم او ان احنا مش محافظين على التوازن انا مش عايز أقلل من صعيدي في جامعة الأمريكية على الاطلاق بس انا بقولك الطريقة اللي شفته بيها واللي لسه شايفوا بيها لغاية دلوقتي وهي طريقة جميلة جدا لغاية دلوقتي لما بيجي صعدي في الجامعة الامريكية في التلفزيون بقري أتفرج عليه شوية اللي في البلد بتوع الستوديو وكتش عارف ان حضرتك قاعدية خبر ابيض يعني لا وازاي الاداء والسين وراسين وراسين بيقدم لك الكاركتر لغاية ما بيرفض يبيع الستوديو للرد بتاع تسيق لا لا حاجة مالش والله انا مستمتع بالشغف اللي موجود انت عارف ديناصورات قاعدة بتتكلم برضو وللأمانة برضو سيد الجمال الامريكاية يكسب حاجات كتير في الايام بس او حظه خان يقابل خان في صدفة غريبة يعني في ناس عندهم اربع افلام مقابلوش بعض وفي واحد عنده في هلمين دخلوا في بعض فتحة كلام فارس المدينة والسوبر ماركت خانيا بس نقول انه محمد خان اهم افلامه في التمانينات اغلب الناس دي كان محمد خان ممكن تلاقي دولة اربعة اربعة افلام التمانينات اغنى بكتير اكتر طراءا ومليانة حاجات يعني هي علاقة بالجيل يعني هو الجيل محمد هنيدي بدأ في نهاية التسانيات جيل خان بدأ في بداية التمانينات وعشر سنين دول عملوا افلام عظيمة جدا وفي التسانيات بدأوا يدوروا على حاجة والحقيقة انه يعني فارس المدينة هو فيلم مهم جدا عشان كده محمد خان بدأ من ضربة شمس وعمل افلام كتير جدا رائعة خلال التمانينات طقر على الطريق الحريف احلام هندو كاميليا مشوار عمر عودة نوراته هو ليه الناس بتبص على احلام هندو كاميليا انه في المساوداوي انا من مجمو بحطوش في الايماني اه هو بيتعامل مع ناس اقل حظا وامور زي دي ولكن في اجواءه ما هواش مؤزي في كل تفاصيله صحيح مش زي يوم مروا يوم حظوا اكيد صحيح فارس المدينة هو المشروع اللي محمد خان افل به هذه المرحلة من حياته اليونيفرس اليونيفرس ده كله اللي هما كلهم عايشين ما بين وسط البلد او لما يبعدوا يروحوا مصر الجديدة او المعادي في عودة مواطن الكاركترز اللي انت ممكن تتكيل ان هما موجودين في حيز مكاني وزماني واحد ان فارس اللي عايد على السطوح في الحريف ممكن يبقى في نفس العمارة دي المحل بتاع عمر الجوهيرجي تحت تحت العمارة اليونيفرس ده افلوا في فارس المدينة بحاجة زكية جدا عمرها ما حصل في السنة المصرية حسب معلوماتي وهي ان كل مصاير الشخصيات دي موجودة في فارس المدينة فارس المدينة ممكن تشوفه في كفيلم مستقل عن راجل راجل اعمال بيتعرض لازمة وبيحاول للم مبلغ من المال ولكن انت اللي يعرف افلام محمد هيلقي ان فارس ده اولا هو الكاركتر اللي كان في طقرع الطريق واللي كان في الحريف وبيقول كده انا ما كنت سواق عربية وما كنت كده انا ما كنت مهرب والحياة اللي انا سميت عليه ابني على اسمه ابني اسمه فارس هذا اسم بطل السلسية دي ويوم ما اتولد حطيته على انستجرام بوستر فارس المدينة فعندي صفت سبوت ناحيته وبيقابل في الطريق بيروح لمحل الجواهرجي بيقابل عمر صاحبه اللي هو بطل مشوار عمر بيروح المطار يقابل شكري اللي هو بطل عودة مواطن كنت محتاجين ويقوم نفس الممثلين؟ خد صعب اول هو عموما فارس المدينة ممكن يكون اتضربته جريا بصلاب الستار باور او ذلاك اوف ستار باور لان محمود حميدة كتب على البوستر محمود حميدة هو فارس المدينة فاروح لحمد زاكي ويقول له بقى هو فارس المدينة فانت عندك الشخصية اللي لعيبها احمد زاكي في طهر على الطريق ولعيبها هاد الامام في الحريف لعيبها محمود حميدة هنا محمد متولي عمل شوك شكري اللي هو عمله يحي الفخراني في عودة مواطن ويجي له في المطار ويقول له معلش يسنة بعرق كتير والتخان بعرقه كتير فقه حالة اللي يحي الفخراني وفارولف الشاوية وعمر عمله ويحمد عمله ومحمود لوزي كوا صغير كان مستخدلي ورا مدارة كان لتس شاب صغير والبنت الصغيرة اللي بتشتغل في البيت بيقول لها احلام ازاي عمك هي احلام بنت اللي طلعت في اخر هندي وكاماليا وحتى صاحبته عاشقته موسي لا هي درياض دلال هي الدور اللي كانت عمنا مديحة كامت مشوار عمر اوكي اوكي الفكرة بقى ان كل ده مش مهم يعني انت لو ما تعرفش كل هتلاقي حدوت هتلاقي حدوتة هتلاقي انتريستين جدا انه لقى بينه بين حسن حسني الراجل الفجومي ده اللي بيرمي نفسه قدام العربية عشان يروح يقعد في مستشفيات طبيعة العصر وشكل بس دي هتتكرر في افلام تانية كتير وكان قد نقولها على كبوريا كمان ان الامساج بالزمن ان انت فيلم ده بياخدك فعلا لبداية التسانية فيه العنصر الله ينعور عليك العنصر التاريخي اللي كان موجود في دربة شمس انت ممكن تبص من عليه انت مش محتاج تبص على مادة تسجيلية لشكل الشوارع في الفترة دي كان عملا ازاي ولو هيجي فيلم التاني احنا هنقشد الوقتي هنروح عليه بشكل واضح جدا ولكن يعني فارس المدينة ده تقولنا بقوله دي دي حاجات شخصية وحاجات بتاعة جيكس اكتر سوبر الماركت هو كوحدة مستقلة فيلم بديع برد هم دول دورتين بتهم حمد خام في التسعينات مزبوط يعني حمد خام بعد كده مع بداية الالفية عمل افلام جميلة زي بنات وسط البلد وزي شائعة مصر الجديدة وزي فتاة المصنع وفي التسعينات عنده افلام عظيمة كتير جدا لكن في التسعينات يعني هتلاقي الغرقانة هتلاقي يوم حر جدا هتلاقي السادات لأفلام يعني مش مش اهم افلام اوكي فمختيار صعب السادات مش تسعينات اعتقد السادات 2000-99 تهيه مش متأك 99 لانه كان مع الاخر اوكي صرف 99 اوكي كلمنا عن سوبر ماركت سوبر ماركت فيلم على فكرة فيه شوية عناصر جمعت عندي ان انا ارضى بسوبر ماركت جوه لأي مدايت مع ادراكي انه ممكن يكون فيلم مش مفضل عند الجميع وخشياتا من انه ما يكونش مفضل عندكم لما تشوفوه او بالنسبة للشوئي لما انه شايفوه وانت لما تشوفوه لانه هو فيلم مش رماركبل ما فيهوش حاجة بارزة قوي ما فيهوش عناصر مهمة قوي ولكن فيه شوية عناصر معينة انا كن لازم يتم تمثلها في الايمة ديت بشكل قابة اخر في مقدمتهم من ضوح عبدالعليم وعدل هذا ان ما يفقاش نعمل الايمة عن افلام في التسانات والاثنين ما يبقوش موجودين ده شيء يدايقني انا شخصيا فاكر كويس قوي ان النغمات الكوميديا اللي كانت موجودة في الفيلم هو الفيلم نفسه عبارة عن تفاعل ما بين عدد من الشخصيات وبرضو عنده اظام تيتر من اجمد ما يمكن ما بين التباين ما بين الشخصيتين بتعمل الجراح والعازف اللي بيعزف على البيانو والكلام ده بس هو فيه ديناميكية علاقات ما بين شخصيات ومن بعضها من اغرب ما يمكن ومن اجمل ما يمكن واحد وجارت امه او جار امه بنتها ومجرده تماما من اي مشاعر ارومانسية ممكن تكون موجودة في الحياة العلاقة علاقة انت حالك في الدنيا عامل ازاي وانا حالي في الدنيا عامل ازاي علاقتك ببنتك عامل ازاي وانا علاقتي بمراتي عامل ازاي وبعد كده العنصر الغريب اللي بيخترق حياتهم بشكل او باخر اللي بيجسدوا عادل ادهم واللي فيه مدرسة التكسيد بتاعت عادل ادهم اللي فيها بعض ابعاد الشر لو ينفع نقولها اللي كانت موجودة من التمنات وبعد ابعاد الشخصية الارستقراطية الغريبة على المجتمع اللي بعد كده عكسها في كتير من شغله في التسعينات بما فيها في النهاية سواء الهانم اللي ممكن نقول عليه بقى الشخصية الحبوبة الدبدوبة الكلام با كان واقف هنا ما بين الكنين دول فيه كوميديا كتير جميلة فيه مزيكة جميلة فيه اداء رائع انا في تقدير الشخصية افضل اداء في فيلم ومضوع عبدالعليم وهو من اجمل افلامه بشكل عام وفيه كمان حاجة مهمة في العلاقة بين الشخصيات دي في ازاي السيناريو مكتوب هو ان داي كل العلاقات في السيناريو بتمشي في مصار بقيت خالص عن توقعاتك يعني وبشكلها وباخر بتحول العلاقات توكسك يعني هو ازاي كان علاقته بجارته دي نجلق فتحي وفي الاخر هي مثلت له انهيار لكل اللي كان مؤمن بيه علاقته بالدكتور اللي هي تبدو انها علاقة صداقة ومحبة بين جلين فجأة بنحس ان فيها بعض طبقي واضح واستغلال واضح البنت وامها اللي هي اغرب علاقة بنت وامها في تاريخ السنة المصرية تقريبا ازاي بتستجلها وازاي بتختار انها تروح تنادي مرات ابوها تقولها ماما عشان هي حسد بشكل برجماتي ان الحياة مع ابوها امتع ففيلم كمان صادم جدا يعني هو فيلم واضح من عنوانه ان يقول الحياة حولك السوبر ماركوت ان علاقات اصبحت علاقات استهلاكية غرضها المكسب يعني هو فيلم برضو واضح قوي في اللي هو عايز يقوله بس بيقوله بطريقة مفاجأة ان انت مش عارف تتوقع الشخصية هي تتفعل مع بعض ازاي كلما تتوقع ان الاحداث ستمشي في مصار الناس تفاجأك بالنية تنزلت عن حاجة فلغبطت الاوراق تمثيل الكلام ده كله بالمدارسة الموسيقية هو جاي من مزيكة لاسيكية برضو عندنا مشهد مهية من اجمل ما يمكن بتاع الشدك الشعبي والشنطة ايه؟ لا اولا الشنطة وبعدين لما فات الوقت ورجع بيلعب في الاوتيل فلقى ورقة بمية دولار جايله فخلاص يعني الى الوقت عادة فبيلعب له تعليل يابطة فبيبطلع وازاي بقى المنظور بتاع الكاميرا انت مش شايف انت شايف هو عازف بيانه وكاميرا بتطلع ومتخيل انها يشوف عادة الادهم فاكتشف عادة الادهم معنا اجد لقى فاتحة فالوا كل اللي كان بنيه في حياته والمواقف الاعنترية اللي خدها واللي هو بسببها لسه بيعزف في اوتيل انهارت قدام مطلعا فتبنا بجرد صايد مش اعتقد الفكرة بالنسبة للي انا ليا انا اقوله على الفيلمين دول ان الفيلمين دول صعب ان اي حد يليهم اصلا على الى يكون متوفرين بشكل بشكل سموني عامة فالنسخ اللي موجودة نسخ متبهدلة يعني متسجلة على تسجيل الصوت ضايع فيه اطعاط في النص فانا برضو مقدارش هدي الفيلمين دول حقوق نسخة سوتر مارك تباين فيها ان فيه اعلانات نايل تي بي او اكشف ان الفيلمين دول نسختين دول انا اللي اخدتهم محمد كان وانا بداية اطلقهم على الانترنت ايام ما كان ينفع تعمل كده لما كنت بعمل عن نكتاب مثلا 10 سنين او 11 سنة وكان فيلمين غير موجودين على الانترنت اطلاقه وهو اخدته منه بموافقته وتحطته عشان الناس يتفرج عليهم بس انا الفكرة تباك فرس المدينة انتاج محمد كان كمان فرس المدينة يعني هو بتاعه كان انتاج خام فيلم وكان عمل حاجة جريبة انه راح قد قردم البنك لان انتك بيكت اول واخر مرة في طريق مصر ان البنك يوافق يعمل تمويل استثماري في فيلم وفشل طبعا فما اكرروا ايوه فانا حكمي ما اقدرش احكم عليهم ان انا مش هافتي في الميندول ان انا مخدتش التجروبات كمان اتفرجتش عليهم فاحسن احسن جاود اقول له اسمعت الصوت صح وفيه شيء كتير كانت متقطعه في النص الا اقول ان انا اتفرجت عليه واستمتعت به شوية عشان كان كوهير انت اكتر كان السوبر ماركت النسخة اللي لقيتها لي كانت احسن بس برضو القرار يرجع عليكم لو انا هدي القرار في الاخر احنا ما فوتنا اش انت فوتين في الاخر انا انا اول فرس المدينة يعني عشان يبني سنتمنتل حركات ويعني عشان احنا مرتبط بالفيلم من فكرة ان لما يتقدم قدام هيلعب الكارتة ده ثانية ولا يبني؟ لا صعبة يعني صعبة طب اه ورتك وخليك سوينج عادي عادي ميش مشكلة انا بحب سوبر ماركت جدا تجد مو ومقدر فرس المدينة ومشكلة ان انا شفت فرس المدينة بعد زمنه سوبر ماركت شفته في زمنه شفته في وقته فانا لو شوقي عنده ارتباط عاطفي فانا لا انا مش مبتز حد عادي وانا مش زعلاء او ممكن ابتزكه بعضين انت بتلعب حاو اوكي انا حابت حابت فرس المدينة اذا Villom انا حبثت episوبر ماركت حقه الصراحة في الكلام بس آآ انقلاقيت طاقة تاعة محمد خمز زي ما هي تقريبا بعد السنين دي كلها وراغبته ان هو يستطلع الموضوع ما بوسوا جمعة فيه 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 الهروب موجود معنا وهاود رجعه كمان شوية وحنتكلم فيه الهروب فلم من اجمل وأبدع ميمكن وفيه ناس كتير بتعتبرو علامة من علامة التسعينات انا بحس فيه مشوية كسل. بتجميع اكبر عدد ممكن من المواقف وراء بعضها في مكان واحد عشان ننجز. ولما نيجي الخناء ادايت هنعملها. مالش? لا انا مش ظلم منك. ده انا هقولك ان ده اكتر فيلم فيه اكتيفتي لعطف الطيب. ده اكتر فيلم نشيط لعطف الطيب. ومع ذلك خليه يتقابله ويختلف ويهرب ويرجع كل دوتش من نفس الحد. فارس المدينة كمية النشاط والديناميكية والرغبة في ان احنا نرتحل. فحاجات يمكن. في الفيلم المتصور بتاعي خمس ستين لوكيشن. مش ممكن. بما فيها رحلة سريعة للاسكندرية ونطلع زي ما بقولك كده اعتبارها مادة تاريخية. لتجربة انك تسافر من القاهرة لاسكندرية وترد في نفس اليوم مش هتلاقي زيها. رغم انك موحد كسلان ممكن يبص عليها او انا مش قصد يقول عاطف الطيب كسلان. او حد يفهم كد. عاطف طيب مش كسلان على ما نروح له. عاطف طيب ما كانش كسلان بتاع عاطف طيب كان عنده رغبة في انهاء الافلام بسرعة شديدة. صح. فبيخلي كل حاجة نقصة سوى. صحيح. والهروب هو اكتر فيلم ليه مكتمل السوى. صحيح. رغم كل انت بتقول انا جيده دلوقتي. فانا بقدر فرس المدينة في ده قوي يعني كواحد بيقدر الناس دايما بستخدم الترم دوت انا احترم قوي صنع الافلام او الممثل او قايا كان. اللي ما عندوش منع يهين نفسه لتحقيق رؤيته. جميل. انا باحترم. لأو حمد كان يعني عمل قد قردم البنك كان يعني هو عمل يوم حر جدا. عشان يسدد بيه فوس القرد عشان ما يتسجنش. فهو هان نفسه لدرجة انه كان هيتسجن. شوقي موسوعة في الامور اللي زي دي. وانا سعيد انه هو فاكر انه يقول لنا الحاجات داية في المواقف اللي زي دي مخل الدنيا كلها صح يا دود. I love it. لعلمك الموضوع ان ان صنع الفيلم يموله دوت لما عملها ستيفن سودربرج من سنتين ولا ثلاثة اعتبروها صورة في عالم الحياة. وما حدش مدرك انها تعملت عندنا الاول. كده هذا الجانب دور التمانية بتاعه تم تحديده. ننتقل الجانب الاخر. المباراة الاولى. اه واحنا بنتكلم على الس سوداي. او الحاجة اللي بتخلي الواحد يقطع شرين. المواطن مصري يقابل ايس كريم في جليم. المواطن مصري يواجه المستقبل. او يواجه الحاضر. اه في لاحظتها دا المواطن بيواجه الحاضر اه فيلمين قربين من بدقة من بعض. هو احنا على مستوى الافلام اللي بتض ambiente الفهز في الزمن معيد. ايه اكين بس. بس انا اش بتكلم انا اش بتكلم عالماضي في الاحداث. انا بتكلم على ما يمmel Hmmm Uma, okay. يعني انا خلينا انا بندا ويقول اه ويقت بتاعي. امواطن مصري كبير لمقرد كبير صراحة بسيط بس هو فيلم ينفع تتخيل تماما أنه بيدوس يعني لو حطيت كاسة بيدوس ببنى الشخصيات بشكل العلاقات بشكل التضحية يعني هو مش بعيد قوي عن الزوجة التانية مع اختلاف بس هو المقابل بتاع الزوجة التانية تماما مع بس أنه تحط في سياق حرب اكتوبر وكذا وكذا والقاهرما بالعمدة والفلاح البسيط فهو زي ما يكون تغريدة البجعة لجيل الرواد بتاع صراحة بسيط أنه لسه قادر يعمل فيلم على طريقته ويفضل فيلم جميل وفيه أداءات تمثيلية رائعة من عمر الشيط وهنا فكرة صورته ببوغرسف بعيدا عن أنه هو فعلا على مستوى الحدوط وعلى مستوى الشخصيات اللي هي الكلاسيكية هو ببوغرسف بمناسبة نفس المصور ده محصول نصر وده طرقة النسان آيس كريم فجليمي هو فيلم اللحظة وهو فيلم العصر وهو فيلم الجيل هو الفيلم اللي انت أنا بالنسبة لجيلي ممكن ما أمت ده ده فيلم نقتلنا لوج فيلم الجيل لا 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 لو جيلك أسحكي سؤال بتاع سيليم جامريكي بقى صعب أوش النظر ممكن فيلم الجيل أكليم آيس كريم فجليمي فيلم اللي هو بتاع المستقبل بتاع عمر ديام بتاع التمرد انك عايش في جراش ان انت حواليك مين حواليك إيشام نازيه وإيحي غنام وحسام حسني وفكرة البطل الجيمس ديني ده اللي هو ثقر بلا قضية هو متمرد وعايز يعيش نمط حياة مش عارف هو شرقي ولا غربي هو مصري ولا أمريكاني هو اسكندراني ولا قاهري مش عارف هو بيحب دي ولا ما بيحبهاش هو بطل متردد جدا وموهوب جدا والدنيا عمالة بتحركه والغاية آخر الفيلم هو مش لقي نفسه يعني حتى لنهاية الفيلم هو مش الحياة ما سيف ملقاش نفسه يعني بس يعني فهو الفيلمين كبار جدا هو انت كده بتقول تفضيلك بشكل واضح واضح يعني واضح ما بيش يعني شانجا متأول وتحطيت انت قلتوا ماتش صعب انه زي ده مش صعب خالص مش صعب خالص المواطن مصري ظل ملحمة والله يمكن ما انا عايز اقولها هي دي كده ملحمة بالستنات ايوه وايه يعني بس هي بتتقدم بالمقييس او بالمعايير بتاعت لحظة عرضه محدش حس ان هو غريب على الفيلم او محدش حس ان صلاحة دوصيف في الوقت دوت كان فقد اللمسة او ان الناس اللي موجودة بصفاتهم عتاولة في الكاست ان هما فقدين اتقل كل لازمة ده عمر الشريف عايزت عليلي بصراحة دول دول دولين مزهلين يعني انا يمكن اللي بافصل منه في الفيلم ده شوية لما انتقلنا حبة اهتمام تجاه الجيل الصغير في الفصول اللي بطالها بالكمل كان عبدالله محمود الله يرحم دي فصلتني شوية انا كنت عايز المبارات تانية كنت عايز عمر الشريف عمر الشريف على شاشة اطول فترة ممكنة بس كمان انت كانت هنا برضو مشكلة الفيلم ده ان هو فيلم يعني مريمين ابعاد الكلاسيكية كل حاجة ابيض واسود ناصعين البيان لا ان هو الشرير الشرير للنهاية البطل البطل للنهاية الولد الفاسد فاسد مفيش الطيف الرمادي الانساني ده بتاع ان انت تبقى عارف حتى في الزوجة التانية كان فيه في الاخر انتصار لداود يعني ده مفيش يا او ان هو كمان انت عارف ان انت حتى تستشعر ان العمده ده بيعمل كده لانه ضعيف انسانيا في حاجة مش لانه شطان نازل في السماء عشان ينكد على الفقرة وياخد ارضهم تبا لا يخليك داخل الدنيا مبررة اكتر مبررة بس هو كتير من تصرفاته كانت دافع بتاعها ضعفه قدام مراته بس يعني هل ده السبب لكل ده يعني هل ده سبب هل هو ضعفه مع مراته اللي لسه متجوزها من كم سنة هو سبب انه بقى له 25 سنة رفع اضيع الفلاحين عشان يطلحهم من الارض هو مش محتاج هو لا هو شرير بالفطرة هو بيفوت ايس كريم في جليم انا بحب انا بفوت لنفسي بفوت لتاريخي يعني لجيلي لذكرياتي ان انا انت بتاعت عمر دياب هو ماشي في شارع تسعة من محلات الشاورمة ده التسعنات هو انت انت في فيلم ده بالذات يعني حتى كبوريا كان فيه فكرة ان انت مش قادر تقول قوي ده التسعنات رغم ان فيه حاجات من التسعنات فارس المدينة فيلم كان محكوم بفقره الانتاجي لكن ده فيلم كان فيلم ناجح لمغني ناجح ومخرج ناجح وكذا انا الفيلم ده هو اللي انت طب الاداة التمثلين طبعا موضم مصري احسن كتير قوي ايس كريم في جليم فيها عدد كبير من الادايات المعيدة بما فيها اداء بطله يعني هو احسن اداء البطله عموما ايوا هو السقف فين يعني لكن بس هو انت هو عمر دياب هو سيف يعني عمر دياب ما يمثله حتى في الحياة بالنسبة لجيلنا وجيل القابلنا ويمكن جيل البعدنا هو الولد والذي حواليه وحتى البنات سيمون وجهان نص جهان فاضل انا معترف انك لو جبت تقيم بشكل اكاديمي الاداة التمثيلي اه طبعا اداة التمثيلي على الاقل لعمر الشريف وعزة العليلي يعني عبدالله حمود وخياد نابويه كانوا معقولين بس هو عزة العليلي وعمر الشريف وهي صفي العمري يعني هم دول تايكونز في الفيلم بس يعني هم اداء مدراسي جدا التاني في ضعف بتاع ان انت ما خلينا نروع بقى نقول طب وروحت شفت ابوت الصفل بتاع جدار هتلاقي مش التمثيل مش اعظم حاجة فيه بس الفورم احنا دلوقتي جوه مباراة احنا جوه مباراة فيها مقارنة باع مصر كتير بس العنوان اسمه احسى فيلم التسعنات هو موت بمصري فيلم جي في التسعنات بو محدد صدفة ولو كان جي قبلها بخمية سنية يعني ان صدفة انه هو صلاح ابو الصيف ده الفيلم اللي بيعمله دلوقتي لكن ها الفيلم هو لا بيدور في التسعنات وده بيعبر عن قضايا التسعنات وده بيعبر عن جيم التسعنات بس مش هو ده المترك اللي احنا بنقيس عليه مش المترك الوحيد مش الوحيد بس هو اه يعني يعني عاوز عاوز اضيف كلمة زيادة بس في حق ايس كريم في جليم منطقية جدا بس احنا ما قلناش لغاية دلوقتي اجمل ساونتراك في تاريخ السنة مش ممكن كل الاغاني ده يعني شريط ايس كريم في جليم من شرايط المفضلة العمري ديان بعيدا عن السنة مطلعة فيلم في ايس كريم في جليم في رصيف نمرة خمس في اعتمرض اعراض الحالي في دانا دانا في ايه ده حتى الاغنية اللي كانوا بيترقوا عليها لو مغناش في الاخر بتاعت ادواء نيون الاعلانات والساعة لانه في الاخر قبل ما مش فهم الكلام ده مش عايز اغنيه هي كان فيه ونعلم كسياقة سياقة فيلم فيلم مش الحالة بتاعت التسعينات لا فيلم نقطة فيلم يتعمل في التسعينات انا انا بالنسبة لي انت حسب تعريفك للفيلم علشان كده انا جبت سيريوت جدار انه انت لو حطيت اي فيلم الجدار اي فيلم جون فورد او هاورد هيوز او ارباب السينما الكلاسيكية اه يعني الناس اللي بتعرف الفيلم بشكل مدرسي هتقولك اه طبعا فيلم ده مش ايه العيل اللي بيلعب كاميرا بتتهز وناس بتتكلم بس هو ده فيلم فيه فيه اعلان لحاجة اعلان لجيل بيجي اعلان لعصر مختلف اعلان حتى الفوكابري بتاع الدنيا شراية الفيديو الاكل فيلم ماسك الزمن جدا فيلم حتى فيه بعد دي نقطة مهمة انا معاك انها مش النقطة الوحيدة بس هي نقطة مهمة انا بقول ده بلص انه ممتع جدا بالنسبة لي على الاقل هو فيلم ممتع ومربوط بقى بذكريات كتير العدد معقول من المشاهدات بصراحة ليس للمطلق المواطن المصري على الجنب الاخر لو حطناهم في نفس المقارنة هو يتشاف مرة انا ماشا هتفق مع هذا بس لا يزال فيلم كفيلم المواطن المصري احسن بمراحل حسب تعريفك يعني ايه فيلم يعني فيلم كلاسيكي مدرسي اكاديمي اطبع لا 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 مقص المقابل بتاع الموضوع يعني انت الوقت يخدت الموضوع للشكل الاكاديمي او المطعم وفي حاجة في النص ان فيلم اشوف احترمه وخلاص مش لازم احطه على المقياس ده ايس كريم في جليم الامتع الاكثر تسلية اشد تمرضا بكل تأكيد والوشوش اللي فيه وشوش المرحلة وشوش نائحنا والكلام ده كله ايا فيهم قليق للتواجد في الحقبة ديت وبيتكلم لغتها اكتر بكل تأكيد ايس كريم في جليم بس لو انا عايز اقول اللي انت بتحاول تقوله هو انهي فيلم الاحسن الاجمل بشكل عام انا بالنسبة لي الاجمل ايس كريم في جليم انت بقى يا الله ادساء لا انا مواطن مأسش بسرعة هرام هرام انا مش عايز اقولك ان اما شفت ايس كريم في جليم احبته اصلا هرام المشهد المشهد اللي هم بيعملين فيها عميان الواجئة فضل تفرج عليه ما عم لا تضحك واحسن الامام وهو منبهر وحاس ان في الاخر وقت ده هيجاي في صفه يعني بس الرياكشن بتاعت الكاركترز على وشوشوشو وبالنسبة احسن الامام انترستنج انه عندك كابوريا وعندك ايس كريم في جليم وعندك يا دنيا غرام هو تعبب له نفس الكاركتر وبيلعبه حلو بسه تمام انت قررت بيش خير بشارة حدور التماني خلوف اوه هى دي الاجندة لأ بس يعني مش الاجندة بس يعني new أنا قاعد نمش صفحة من تبتلعب على إيه الغد بقى حابب الفيلم بقى أنا آيس كريم في جليمة أنا حبيت الساونتراك وأنا ساعة كنت مجنون عمري ديات بدرجة مش معقولة يعني شوأنا خلصين ما تخفيش وقبلهم ميال والحاجات دايت مفيش يعني أنا أمي كان بتشتريلي شرية الكاسة دايت أول لما تنزل لأنها عارفة إن هي دايت أكتر حاجة أنا عايزة في الدنيا وآيس كريم في جليمة بالنسبة لي is up there شريط صادم خلاني أشوف الفيلم بعدما شفت الفيلم مش عارف مش فاهم كل حاجة ركوت عايل صغير برضو يعني وبتاع المواطن مصري شفته VHS في وقتها وحسيت إن أنا في حضرة حدث جلل حاجة أكبر بكتير وفكرة أن عمر الشريف موجود بيشتغل في السلمة المصرية في الوقت داوات أصلا وعمل فلاحه وعمل فلاحه بالبين لكن اللي كان بيعملها طريقة الكلام بسببت الشعر لا برضو في حاجة كنت عايزة تقول عن المواطن مصري بالنسبة لحاجة يعني توصيق حالة معينة للفترة الزمنية معينة آيس كريم في جليم ماشي بيوثق الحتة اللي كانت بتاعني الكثير للجيل بتاعك بس من اللي أنا فهمت عن المواطن مصري بالنقطة اللي أنت اتكلمت عليها أنه هو بس شرير وعايز بس يروح ياخد الأراضي من الفلاحين وشارفين من اللي أنا قريته من اللي أنا شفته عشان أعرف زيادة عن فيلم مواطن مصري أنه برضو كان توصيق لحالة معينة حصلة في مصر من بعد عبد النصر والكلام أي دراما فيها محاولة للتوسيق ده بس هو أنا قصدي أن آيس كريم في جليم مكانش آيس كريم يوثق آيس كريم بيحكي حكاية شاب عايز المغنم بس هو بيعمل كده بشكل فطري زي ما يكون أفلام محمد خان يعني هو ضربة شمس ولا فارس المدينة هو مش أصلاً مش في دماغه خالص انه وثق بس لأنه وثق يعني بصور في الشارع بيخرج يقابل الناس بيشوف الفايب بتاع العصر بيعبر عن العصر لكن هو هذه فائدة جانبية معدقتش الموقات المصري بيعبر يعني بيحاول يعبر عن وجهة نظر في محازة طبعاً هي وجهة نظر كمان منحازة جداً وفيلم ناصري 100% وشايف أنه عصر السادات ريباوند وعصر السادات رجعت الأراضي وتوزعت على الفلاحين وساد الفساد وأصبح الغاني ممكن يبعث ابن الفقير يموت مكانه يعني فيلم برضو ناصع الاختيارات السياسية والتاريخية فمن ناحية توصيق لحالة معينة مش توصيق مش توصيق إن الجزء من دوافر الشخصية هو توصيق لحاجة حصل تمام؟ بس فقاله هو إلا أنه هو ألو ده خلاني أسكنين فجلين إيه؟ هو مهم بصراحة طبعاً توقعتش الكارد ده ما بدري ليه لا لا خلاص أفوت إذا أفوت بس وجهة نظر سليم الماء في الماء طيب ننتقل لبعضه ماتش جامد ده اللعبة مع الكبار وصاد الهروب شفت فيلمين؟ شفت فيلمين بس أكملش الهروب أما فقه هو بيهرب وبيتمسكوا بيهرب ويهرب 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 الهروب كان آخر واحد موجود عندي وماكملتوش تمام؟ اللعبة مع الكبار؟ اللعبة مع الكبار برضو من الحاجات الايقونية اللي أنا فاكر أنا أتفرجت عليها من وانا صغير وفضلت أرجع عليها فترة طويلة فبس فأنا أنا مش عايد أبدأ في النقاش ده المستمتع جداً باللي بيحصل هنا أنا مستمتع جداً بقادي الشغف الموجود في الكلام بتاعكم فأنا أنا جاي أتعلم لأن اللور اللي موجود في بعض الأفلام دي لا أنت الإنفل بتاعك مهم يا دود ايه ما أنا عارب ما أنا عارب بس اللي هو أنا واخد فكرة عن الأفلام دي بعد ما فهم اللور منكم زيادة على الأفلام لأن لو إحنا هنتكلم من أفلام بس كحكم بأفلام بس لا الموضوع مش هيكون ماشي كده نحن نتكلم على حالة لفيلم مصري والتجربة اللي أنتو أخدتوها فده أكيد مية في المية بيفتح إياني على حاجاتك طيب بس ما ربقول أعطي ما لغاية على المشور أنت فنياً وبعيداً عن كل اللعمة كبار أم أوكي اللعمة كبار هل تحديد في الهروب عموماً؟ لا ما تملكم حتى اللي شفته مني؟ لا لا أم أنت كده حتى تشتب بس خلاص خدمتك ماشي أنا ما عاديش مشكلة بعدها بس عشان أقول إن في حاجات كديرة أنا أولاً عندي رأي في الهروب أن الهروب مش هكت غير معلن هي معالجة واضحة للس وكلام أوكي في ناس كتير بترفض ده بس أنا بالنسبة لي هو الموضوع واضح تماماً أنا محتاجة أتأمل فيها عشان رافز أخدته موفع لي إن هو شخص شريف النواية لكنه أقدم على أفعال مخالفة للقانون عشان عايز يعيش حياة أفضل فده تسبب في دخوله السجن فطلع لقى أقرب الناس لي بعوه وخانوه فقرر إنه ينتقم من المجتمع وبرجرايه متتالية وأصبح رافي يلدم فبيتحول لقضية رأي عام تبقى ده في رأي الإعلام يستخدموها وفي نفس الوقت بيبقى عنده لف كيك لي علاقة بحد واحدة يعني راقصة أو بروسوتيوت أو كده إلا تقيبا نفس الستراكشير بتاع السوق كده بس بشكل حداثي أكتر وهو يعني واحد من أكمل إلا ما يكون أكمل أفلام عطف الطيب لأن عطف الطيب زي ما قلنا مخرج كثيف الإنتاج عنده أفلام كتير مهمة ويعني موضوعاته دايما مهمة في سياقها وفي زمنها بس طول الوقت عنده شعوري ناحيته يعني أن الأفلام دي كانت تستحق عناية بصرية أكتر من كده الفيلم كان محتاج إسبوع تصوير كمان وطبعا الناس بتخش بتكلم بشكل رومانسي أنه كان عنده شعور هيموت شاب حاول يخلص أكتر عدد يعني الجملة شكلها حلو متأثر في الناس بس الحقيقة مش حد بيعرفه هيموت إمتى أو بيحسه هيموت إمتى هو كان بيشتغل وكان فيلم ممكن أفلام يعني فيلم زي البريء مثلا هو سيناريو بديع وأداء تمثيلي بديع هو فيلم من الأفلام مهمة جدا لكن فيلم وابح فيه جدا أنه متصلة يعني يعني كان محتاج شوية ماتيريال لخلي الفيلم بصورة تستاهل موضوعه وتستاهل أهميته التاريخية فهل الهروب فيلم يعني معمول حلو وفيه فكرة واضحة حتى إخراجية بصريا أنه يعمل بطل شعبي بطل شعبي بمعنى أنه ينطبق عليه ينطبق عليه ينطبق عليه الكلام ينطبق عليه على أدهم الشرقاوي اللي هو خارجه عن القانون الذي يحبه والتي تقضره وتعمله بطل لأنه يمثلها في مواجهة الحكومة وتوجد بصريا دائما الـ جميع التاريخ على الخارج مشاهد بتاعته هو هو القطر وحواليه الصعايدة انه دايما هو في المركز والناس مالبومين حواليه والناس بيشكلوا طوب بيحميه من بطش السلطة طول الوقت حتى بصريا في ده واستخدام بقى المزيكة مشاهده المنفردة مديال وذيبز روحانية شويتين وطبعا اداء جامد جدا من عبدالعزيز مخيوه مدناش حميديل وحق عبدالعزيز مخيوه في فرس المدينة كذلك وققه مخيوه مخيوه كبير جدا 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 عمره مكان نجم بس طول وقت وظهوره ليه ايمى وليه ثقل محمد زاكي هو احد من اهم ادواره يعني على الاطلاق محمد وفيق مينس بس الانجليزي الغريبي اللي كان بيتكلمه وكان بحكم انه بقى جاي من امريكا وجاي بيطبق السليب الجديدة في المايند بلوينج ولكن اللعب مع الكوبار برضه هو فيلم ادفانس دعن كده بكتاب يعني ولاب الكوبار هو اول فيلم يعمله شريف عرفة مع وحيد حمد ومع عدل امام من بعد ما شريف عرفة هل تتفق معانا في اللعب مع الكوبار يبدو ان كارزمة وشخصية وقوة كلمة عدل امام كانت اوضح من الافلام التانية بكتير؟ هو ده منطقيا انه 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 حط فيه بعض الامور الخاصة جدا بعاد الامام اللي مش موجودة في الافلام اللي بعد كده؟ زي الرقصة زي المعرفش زي المشهد بتاعه وبتاع عيد ارياض ويعني لا الرقصة دي هي جوه الفيلم برضه وان الفيلم فيه بداية الكارتونية اللي هتظهر بعد كده اكتر في الارهاب والكباب وفي النوم في العصر ان الشخصيات مش خصيات حقيقية بس عايشة في عالم كارتوني فانه بيرقص في العربية انه مشاهد الفرح المشهد المايم اللي مع مع حسين فامي وبيقوله ومجرم يقوله مشاهد الاكشن اللي بيضغف يقول للناس ولا وطبعا شريف عرف وقتها كان لسه مخرج عمل كم فيلم للا اقزام قادمون وسمع هس ومهلبية ياه وافلام قدرت نقديا سمع هس مش تسامت؟ قبل ده ثم عمل مع مهر عواد ثالث افلام وبعدين انتقل للعمل مع سمع هس ومهلبية ياه واخزام قادمون دول لو انا فكر صح في الدرجة التانية كمان دي افلام اللي عملها مع مهر عواد الدرجة التالتة صحيح ولقى نفسه مع وعيد حامد وهنا هو طبعا مصناريستي كبير ومهوب جدا ولكن وعيد حامد فيه الحس الجماهية ده بتاع ان انا هروح للناس وهناقش موضوعهم وعندي قوة ان انا نجيب عادل امام اللي هو نجم رقم واحد وعادل ام وقتها كان في البيك بتاعه خرفيا يعني البيك كنجاح هو وصل قمة النجاح في ثمانينات بس كأداء وثقل كده ورسيان وقيمة على الشاشة هي مع بداية الخماسية دي اللي هي يمكن عاوز تديله شوية كريدت عن المولد على اداء وفهم لا عنده افلام كتير مهمة او طبعا قبل كده في التمانينات حب في الزنزانة والحريف والامور دي كلها بتاعه بس المولد كان فيه التوازن ما بين الاتنين انك بتديني الشكل الشعبي الاكشن الجامد اللي بيضرب اللي بيغلب اللي بيغلب اللي بياخد راقلة المعرفش دوت وفي نفس الوقت لما بياخد مواقف درامية زي المواقف اللي كانت ما بينهم ما بين امه اداء يعلم يعني فيه اداءات كده بعض الممثلين بتخليك تتعدل انا رأي ان امام هو اهم موسل في تاريخ السامة المصرية اهم ما عرفش ممكن ما يكونش احسن بس هو اهم بتأكيد لكن انا بقول انه في التسعيات بدأ يتحول لجوهارة فعلا انت كله ظهور ليه على الشاشة بيحمل معه الحدث فيه حد قال مرة حاجة اظن واق الحمدي كان كتبها ايام مجال الجود نيوز ان عادل المام هو الممثل اللي عنده مش اقل من 7-8 ابتسامات مختلفة بيعبر بالابتسامة عن مشاعر مختلفة جدا وانت لما بتفتكر عادل المام هو بيبتسم تفتكر انه نفس ابتسامة دي ممكن تعبر عنها كتير قوي عن قوة عن ضعف عن انكسار وعادل المام هنا بقى بيروح لمخرج جاي جديد بقى بره السينما الكلاسيكية او اللي هو السينما اللي عادل ما مشتغل وعمل نجاح فيها مخرج عنده افكار بيجربها جريبة جدا حاجات كرتونية مشاهد مش معتادة مشاهد ينفع حد يشيلها يعني مثلا برضو من دلل حاجات الفيلم ده الفيلم ده هو اللي تحول فيه ويتحامد المنتج ويتحامد كم مؤلم وبعدين كان الفيلم ده ليه منتج المنتج رفض فكرة مثلا نروح نصور في مترو الأنفاء مشهد طويل عريض ونتكلب تصريح وعشان مشهد بتاع المترو والفرقة الموسيقية نظريا ما تفكر فيها هي الحكاية ينفع تمشي من جير المشاهدة خالص بس هو اجتمعت رقبة وعيد حامد مع عادل امام وعشيف عرفة انه لا الفيلم ده محتاج الروح ده محتاج التون اللي بعيد شوية عن الواقع هي في الواقع بس مش مئة في المئة في الواقع فوحيد حامد قرر اننتج الفيلم وده كان بداية منتج واحد من اهم يعني وعيد حامد غير من اهم مؤلفين هم اما منتجينا كمان فانا انا زوقي يعني وشخصيتي كماناتي وتفضلاتي ورغم تقديري الكبير للهروب احس ان احنا جينا على الهروب شوية اكتر من اللازم لا يعني انا بقول انه اكتر من اكتر افلام عادل طيب اكتمالا ان السوناريو مهم انه بيطرح موضوع مهم انه فيلم بيكلق بطل شعبي يعني منتصر ده بطل شعبي يمكن الاكثر تنوعا مبين الشخصيات المهمة كذلك وعدد كبير من الممثلين بتوعصات في الاول واصحاب الامكانيات الجبارة يعني احنا عدنا على الكل وفيري كاج وليهنسي ان انا فيه ابو بكر عيزة واني في حسن حسني في الفيلم وعملين اداءات مش سهلة كذلك وعلى صد فريغو بس انا يعني والسبوع برضو عشان فيه ابو كباب وفيه تيورة زالعم لا انسى موضوع التوازن بتاع التربيزة مش ده المهمة بالنسبة لنا في الوقت بس هو يعني كل حواله التسانات هو يخضي شيء فعرفها برضو محدش يقدر ينكر ان التسانات هو يخضي شيء فعرفها يعني هو يعني اذا كان خان وخيري والناس دي كانوا بلغوا البيج بتاعهم في التمينات فهو شيء فعرفها هو فأنا اللعب محكوب طب انت بالنسبة لك لان هم شكلهم اه لا شكلهم هيقبلوا بعد طب استنى بقى رجعلك في المعب اللعب مع الكبار يتقدم لمواجهة المواطن مصر ايه ايه انا عندي ايه طب حيل ومتقولش علي المباراة اللي بعدها احنا مش لازم كل حاجة في الدنيا نعود متكلم فيها كتير قوي صحيح بس يعني يعني برضو اوه ده كده كده انا مش هينفع اتكلم ولا اضيف اي حاجة ان انا في واحد منهم مطبعك شعرين يا دنيا غرامي مش خطوش عشان برضو مفيش نسخة ومناسبة للمشاه ايه دنيا غرامي فيلم جميل فيلم مؤثر صريف اوه وفيلم نسائي قوي ببطولة طولاتية لنجمات كبر جدا بأدوار متوازنة ايه ده جدا كذلك صوف الاخر المواقف ورحلات متشابهة الى حد كبير هو كمان هو فيلم مش بي ايجويل يعني فيلم وقت ما اتعرض كان حدث مهم جدا وكان ميلاد مخر كبير رحمة مجد احمد علي وكان علامة فارقة في مسيرة ليلة علوي والهم شهين وهنا صدقيه وحتى هشام سليم وحمد سلامة والناس اللي شاركوا في الفيلم مجد فكري على جنب اوه اوه يعمل دور من اجمان ليمكن في الفيلم وفيلم انساني كده وفيه شجب ما حبيش الكلمة بس يعني يازم تقول انه ممكن اسألك قصدك بانه يعني ما بي ايجويل يعني مش الكتكات هو بيلعب الكتكات ماشي انت كل مرة تشوف الكتكات بتكتشف حاجة جدا بتكتشف ان الفيلم ده ممكن يبقى ابعد من زمنه ابعد من صناعته اكبر من كل اللي عملوه انه في لحظات كده تاريخية بتجمع مواب كتيرة فيعمله انفجار زري يطلع حاجة هم ممكن نفسهم لو حاولوا يعملوها تاني ما يعرفوه فهو يعني دونيا غرامي فيلم جميل وينفع تفرج عليه وينفع تفرج عليه وينفع تفرج عليه تاني ما عنديش مشكلة بس ما فيهوش شعور ده بتاع الهوش هو وقع الامر في موضوعنا هو بي اجويل ولا لأ ان يا دونيا غرامي فيه ناس كتير جدا من اللي عاشوا الحق بداية ممكن يكونوا نسيوا اصلا ماشي فاكرة جدا وفيه على فكرة دي صفة برضو مع بعض الافلام على الترابيزة داية فيه افلام تانيا نرجع نقول من انتاج واحد وتسعين ومن تسعين ومنتنين وتسعين عايشين معنا زي ما يكونوا النهاردة والغاية دلوقتي الناس بترجع لهم في مقارنات وفي امثلة وفي كلام حتى وهما مش دريانين خلينا اجل الكلام على كتكات بقى خلي الكتكات الجاية لان المواجهة اللي جاية جبارة والكتكات يعني اظن انه واضح انه يعني حظ يا دونيا غرامي انه راح لعب مع الوحش سيء جدا صح بس للامانة يعني فيه حاجات خرجت هنا قلت تقدر تتفاوق على حاجات كتير مع الترابيزة يا تفاوق على حاجات بس مش حاجات كتير مع الترابيزة المصير وضد الحكومة ظهور من المرات القليلة للافلام اللي في النصف التاني من الحقبة من العقد انتك سبعة وتسعين يوسف شهين الممثل الوحيد للافلام يوسف شهين على الترابيزة الفيلم الاخر اللي ليه في التسعينيات هو المهاجر هو الاخر بس الاخر بعيد شوية عن الموضوع ما اعتقدش انه هو لو هو شخصيا نحاوز يلعب معنا الموضوع ده ما كانش حدا خير المصير الفيلم التاريخي الوحيد اللي موجود معنا في الايمان مصري يعتبر يعني ايرا موبي ناشيت اعلى عليه تاريخي وده برضو يعتبر ابيوغرافي انا واي يعني سرية البيوغرافي كتير على التوثيق التاريخ هو بالتأكيد انه فيلم مش غرضه التاريخ خالص لانه لو دخلنا في المساحة دي هو فيلم عنده مشكل كتير تاريخية بس هل هو اصلا فيلم عن الماضي هو فيلم عن الحاضر انا بكلم على الحقبة بتاعت الاحداث وان هو بيتناول شخصية حقيقة بعيدا مع عامل تفاصيل ده ولكن هو كان مطلوب منه انه او ان هو يستغل البلاتفورم اللي هو عمله دوت علشان يعكس حاجات على الحاضر بكل تأكيد هو الفيلم عن اغتيال نجيم محفوظ عن اغتيال الفرق فودة عن حتى اللي حصل لد سلمان روشدي وغيره وهو فيلم عن حرية التعبير في التسعينت مقابل ضد الحكومة عاطف الطيب مرة اخرى مع احمد زكي عاوزك تبتدي النقاش عاوزينك انت اللي تبتدي الفوت واحنا نسوينج المرة احنا بقالنا فترة عاملين نسوينج معشان اليوم هو يومكم اليوم هو يومكم 100% وبرضو دي هفضل اعيد وزيد فيها انك فيه عاطفة كتير بطغي على الطرق عشان كده انت البيلر اللي انت بتمثله مهم البيلر اللي ممكن تكون عنصر العاطفة عنده اقل كتير بالعيم بتاعة الواحد اصل بص الحلقة داية لو حلقة معمولة للناس اللي عاشوا افلام التسعينات يبقى ربنا عاوض عليها محدش هيشوفها الهدف الاساسي من هزي الحلقة ان احنا نستغل الباشن اللي موجودة عندنا والمعلومات الكتيفة الجيدة جدا اللي موجودة عند شاوي بالاضافة لرؤيتك انت من عين الناس اللي كل الافلام دي بالنسبة له متعتبر ترشحات جميل جدا واحنا سعداء بان كتير منها رغم انك فعلا اثرت موطة مهمة جدا ان كتير منها مش متاح او مش سهل الوصول لي بس كتير منها متاح ومن اسهل ما يمكن الناس تتفرج عليه موجود على شاهد موجود على واطشة موجود على يوتيوب شاوي شخصيا ساهم بان في افلام كتير من دي تكون موجودة على يوتيوب فيهمنا ان احنا نرجع بالحاجات داية وان شاء الله عايزين نعمل لكم نسخة التمانينات كذلك مع شاوي وكذلك مع محمود علشان نخلي الناس تبص على الحقد داية وتعرف دريجو فلا انا مش عاوزك تتردد انا هيكون مرجعي لايه انا هيكون مرجعي لفيلم مش فيلم مصر مش فيلم اتفرجت عليها وان اصغير مش فيلم اتعمل في التسانات لا دايما هيكون مرجعي لما عزيزي مرجعك اللي انت زي ما انت بتوصفه دا وتهوط على الاغلبية جميل جدا جميل جدا في كلام عايزة اقو انه ده جزء من تحدي اي فيلم انه يواجه الزمن الجملة اللي انت قلتها اللي ركست عليها ان فيلم انت اجويل مع كامل احترامي والله العظيم مع كامل احترامي لكل الناس اللي اشتغلوا على اي فيلم بس انا اقول ان تلاتين في المية او ربع الافلام الموجودة هنا انت اجويل اتوال كتير كتير منهم انت اجويل ان نصيروا ضد الحكومة واحد منهم لا ضد الحكومة كان استمتعت بيه استمتعت بالفورمانس بتاع احمد زكي جدا ولكن بالنسبة للصورة الصورة موجودة في دماغي لأحمد زكي ليست قائلة الصورة موجودة gì في دماغي لأحمد زكي ليست ر coherent العظمة التي انا متعود先 ا hog threats عندما ي shelve بمقارنة أي بمقارنة معى الحاجات Somebody time او م lobby يزال فيلم بل نسبة المرجع التي تتحدث valuation بالنسبة لمرجع ان ده فيلم ماشي اقدر احطه في نفس النقاش مع الافلام اللي انا متعود اتفرج عليها بعيدا عن السينما المصيرية بعيدا عن العواطف بعيدا عن كل كل الكلام التاني فكده كده التصويت بتاعي يروح لفيلم زي المصير بس انا ما اقولش ان هو افضل فيلم اتفرجت عليه حتى في الماراثون اللي انا عملته والمراجعة اللي انا عملته عشان ادخل في الافلام دي بس مقارنة بين الاثنين حكم كفيلم وليس كمحتوى بس المصير المصير الفيلم الاطخم هو ملحمة بردو بكل التأكيد الفريق البطولة فيه فريق عملاق وجبار سواء الوجوه الكبيرة اللي كانت موجودة فيه زي نور الشريف وانا دي ما كنتش قصدها بس انا بتفاجئ دلوقتي ده التمثيل الوحيد لنور الشريف على الترابيزي ده شيء مفجع بالنسبة لي بسرعة بس كمان نور الشريف تتسعنات مش حقبت يعني في نص التسعين الوحيد شريف تحاول النجمة اللي بزيوية مضبوط محمود حميدة بعد ما كان نضج قوي بقى خلاص بقى بيحسب فعلا بعترافك جميع ان هو ممثل كبير اللوكيشنز لو بنتكلم على بخامة البردوكشن ديزاين وعلى فكرة انا دايما كان عندي حل التضارب في افلام يوسف شهين ما بين الحاجات اللي بيبقى عنده ميقول ان هو يكلفها كويس قوي ويتعب فيها كويس قوي ويحسسك بالنخمة بتاعتها مقابل لقطات تانية كتير بيستخدم فيها براكتكال افكتس فبتطلع ابسط من اللازم وبدون غرض كرتوني بيعكس حاجة في الافلام الاخرى فيه ناس بتواجه بعض الصعوبات في فهم بعض ابعادها وانا بنعم بكل تأكيد المصير ما فيهوش ده المصير كان في الفترة اللي كسب فيها الجايزة التكريمية في مهرجان كان هتتصور ما كان في نفس السنة تقريبا سبعة وقت سنة ولما تعرض هو الجايزة خدها عن المصير وبرضه وفيه ضغبطة السنة دي تحسمت لانه هو خد جايزة اسمها جايزة الخمسيني كانت الدورة الخمسيني والسنة اللي فاتت وحنا فكان عملوا جايزة اسمها جايزة الخمسة وسبعين كانت الدورة الخمسة وسبعين الدوها لأخوان دردان اللي هم الأخوان البلجيكيين مخرجيين الدوها لهم عن توري أندوكيتا الفيلم اللي كان معروض في المسبح اوكي فأنا كنت متخيل ان الجايزة الخمسينية دي جايزة تكريمية عن مجمل أعماله ولكن يبدو انها جايزة خاصة بتمنح في المايل ستونز بتاعة المهرجان لواحد من أفلام المسبحة باية بين الاثنين بين ان هو بتمنح لحد عنده مشوار طويل بس كمان هو حد عمل فيلم بقيمة الفيلم الريسنت اللي كان في المسبحة وقتها اوكي فيلم المصير فيلم عملاق من برضو نرجع تاني للمشاهد الافتتاحي بتاعه المشاهد من أقوى ما يمكن خمسة وعشرين سنة اتخيل واحد اللي لسه أفكر معارضه يعني جلساتها يا جماعة ما بنيجي نتكلم على السي جي اي مفيش سي جي ايwow الله ا عن دكرمنا اف move يعني اي افكتش اتفرج وول لي دا ستعمل ازاي يعني دو الاداء التمثيلي العلاقة الجميلة ما بين نور الشريف وما بين محمود حميدة اللي فيها تناصق في نفس الوقت في أوقات كتير الجيل الجديد اللي طالع وهنا بكرم شوية بعض الدفوهات في الأداءات التمثيلي بتاعتهم كذلك يعني الحضور هاني سلما ما كانش أعزم حاجة في الفيلم ده بس أحضر طاقة معينة مع ناس اللي كانوا من سنه هو ده اللي كان نيوسف شام يدور عليه يعني أكثر من الموهبة لأنه في النهاية كان بيدفع الموسين وميسره بالطريقة اللي هو بيحب يتكلمه بيها يدور على الطاقة دي إن فيه شيء ما أنت بتقدر تلمسه في الشخص ده أكبر من البرفورمس بتاع وشه يس مش عايز أقلل من ضد الحكومة على الإطلاق أنا ما عنديش أي تعليق سلبي مباشر على ضد الحكومة غير إن هو في شوات خطابة مش أكثر من كده لكن أبعد من بس هو أي دراما فيه في البعد أن أنت العنصر الأساسي بالنسبة لك هي المونولوجات في المحاكم في أي فيلم محكمة في العالم هتلاقي فيه المونولوجات الخطبية الطبيعية بس هناك مونولوجات بتحس إنها طالعة من الشخصية وفي مونولوجات تحس إنها طالعة من اللي كاتب الفيلم آه يعني هو برضو مونولوج You're out of order بتاع ألباتشينو ما هو مونولوج ما هو خطبة بس خطبة شخصية مش خطبة ألباتشينو مش خطبة الفيلم هو يعني نذكر للفيلم الترانسفورميشن اللي شخصية أحمد زك هي واحدة من الترانسفورميشن الجميلة جدا إن هو بيبدأ كشخص سلبي شخص مترمم بيكسب من مصايب الناس ومعندوش أي كود أخلاقي وإزاي لما بيتحط حياته الشخصية وإبنه على المحك بيبدأ يعيد تعريف العالم وبيأخذ موقف ضد فدي فيها حاجة تذكر للفيلم ولكن فيه برضو فيه كتير فيه مآخذ كتير على الفيلم يعني مش والمصير بالمناسبة عشان في الأغلب مش هنوصل للنقطة دي المصير والمواطن المصري هم الفيلمين اللي في القايمة دي المخرجين من أجيال أسبق من الثمانينات يعني كل المخرجين اللي في القايمة دي إما مخرجين ظهروا في بلايات الثمانينات أو في الثمانينات لكن صراحة بصيف ويوسف شهين هم المخرجين الكبار البايونيرز يعني اللي في القايمة دي وفي المصير اللي هو معمول بعد المواطن المصري بستة أو سبعة سنين يوسف شهين أكثر شباباً بكتير ده فيلم ما تحسش إنه عمده مخرج بالسبعين قبل يعني مخرج عنده رغبة يعني هو ايه يعني بيفرهد نفسه يعني بيهن نفسه تعبير محبوب كل حاجة كل قرار فيه تعب كل مشهد عايز يكون فيه 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 رأسة ما بين هاني السلامة وليل عائلو بتحديف له كرسي بيمسكه بيحديف له كرسي ليه بتعمل في نفسك دي من اكتر الحاجات اللي عنديه سوشيهين ان انت الناس بتحط نفسها بضيع وقتها كتير جدا في انك تقعد تتكلم عن الدسكورس وعن المواقف وعن كذا في حينه هو مخرج بصري بالاساس قبل كل حاجة وقبل ما يبدأ ياخد مواقف من الحياة هو واحد من الناس اللي عمل وعادوا تعريف فكرة الحكي بالصورة في مصر صحيح وكان ابعد كتير من كل المجيلي اللي هما منهم ايقونات الاخراج يعني يكونوا شعين اكتر بكتير فانا بفوت المصير ده 3 صفر دي اول 3 صفر بقالنا فترة ما يمكن الكتكات وده بس تقريب يه احنا محسبناش قوي يعني بس احنا كنا متفقين في اغلب الحاجات بعدها انا في ايس كريم في جديد على ذكر الكونتينيوتي اللي انت قلته دلوقتي يا شاو وانا عاوز اعرف اوصفها لو حقدر ان في حقبة التمانينات كان فيه صمع افلام كتير وانا باجل مع صمع افلام مش عشان اتكلم على المخرجين وفقط اتكلم على المخرجين كتاب السناريو الكبار النجوم الكبار اوي والامور دي كلها كان فيه عندنا حالة الكونتينيوتي عاوز اقول من اول الخمسينات لغاية التسعينات وبعدين ابتدت تفيد 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 لغاية لما انا عندي انطباعة انها النهاردة اختفت فكرة الكونتينيوتي من الناحية الكونتينيوتي بتاعت الجيل اللي بيسلم جيل وجود ناس معاك في المشهد بيتنفسوا معاك بيشتغلوا جوا نفس المواسم بتاعتك باعمال كبيرة مش اعمال صغيرة مش اعمال مفضل فيها وقت او عام حاجة لطريق كده في التسعينات نفسها انت كان عندك الاجيال الكلاسيكية واللي جي بعدها الاجيال الاشهر احمد زكي ونور الشريف ويحي الفخراني ومحمود عبدالعزيز ودول بدأوا يكبروا في السن جدا في التسعينات وبدأوا استيل بيعملوا ادوار شباب وهم عدوا الخمسين وبعدين في فترة مواد كده اللي هي ما بين الافلام اللي في اول التسعينات هنا والافلام اللي في اخرها في خمس سنين انتاج السنة المصرية انخفض بشكل كبير عدد الافلام قل اقبال الجمهور على القاعات قل وفجأة انفجر اسمعالية وصعيدي وانفجر الجيل ده اللي هو كان منه موسلين بيظهروا في افلام مثلا زي عدد هنيدي وعلى قول الدين واشفر عطباقي كانوا بيظهروا في افلام عدد الامام بادوار صغيرة ولكن ما كانش في حد فيهم مثلا عمل صديق البطل مع حد من الاجيال اللي كانت هو كان الرهان على محمد هنيدي اللي هو مثلا عمل صديق البطل لواء النور في البخيل وأنا في التليفزيون بس ما كانش حتى خد الفرصة دي على شاشة السيناء راهنوا بيهم بفيلم كويس بس ما نجحش اللي هو حلقهوش على والدين ومحمد هنيدي وبعدين انفجر سعيدي فالجيل ده هو اشتغل كموسلين دور ثالث ورابع بس ما خدش فرصة انه يتسلم له الراية من الجيل اللي قبله وتمرد عليه وتقريبا يكاد يكون قضى عليه فيما عاد الكمباك التاريخية اللي عملها عاد الامام مع امير الزلام وهو النجم الوحيد اللي من الجيل اللي قبله اللي رجع نجم السينما تاني بعد بعد الموجة دي ودلوقتي بيحصل اللي في اتنا فيه يعني الجيل بقى طب ده على مستوى النجومية والبطولة على مستوى صمعي الافلام من المخرجين وكتاب سيناريو هو حصل انه مع بداية الالفية جيل ديجيتل فوتوغراف وسينماتوغراف فالمخرجين اللي ازاي محمد خان واسر نصر الله وخيري بشارة راحوا عشان هم عندهم روح شابة راحوا لمعسكر الشباب وبدأوا يتجربوا والمخرجين اللي كانوا في بداية حياتهم وبعدها ما يسلك الطريق القديم ويروح يشتغل عشر سنين مساعد مع صلاح ابو سيف ولا مع يوسف شاهين ولا مع كذا عشان يبدأ ياخد فرصة عملوا افلامه فاصبح فيه قطيعة كده برضو انا موافق ان فيه قطيعة في بداية الالفية ما بين مخرجين يكادوا يكونوا ما اشتغلوش مع الاجيال الاسبة وبقوا بيعملوا افلام وبدأت افلامهم تكون بشكل او باخر موجهة برا للماركت دي 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 مشكلة كبيرة وده اخر لأ منتكلم عليه بعدين نقول ليه نتكلم عليه دلوقتي مشكلة يعني الشفت بتاع التكنولوجيا ده كان ليه تأثير في ان فكرة الفنان مش هيتحكم من مش هيكون بس اجروب وف سيلاك بكل مش ناس بس هم المختارين هم دول اللي يكونوا مسكين الفن بين بين خسين فده ساعد بس ده برضو اولا لا يزال فيه سنة من الاحتكار للمجال والنجومية سؤال قدام الكاميرا ولا ورا الكاميرا بس بالنسبة لنا شايف ان حاجة ذا كده لا ايه ساعدت ان ان يكون الموضوع الموضوع الدجيتال ونكونش بس هتروح بالطريق ولازم نصغر على خمسة وتلاتين لازم نصغر على سبعين والحاجات دي لازم نسهل الموضوع ان السوق بقى اوسع ناس كتيرة بتجرب اكتر بتلاقي حاجات حلوة حلوة كتير ولكن في نفس الوقت السوق بقى اوسع ناس كتيرة بتجرب اكتر الحاجات التجارية بحت بتكتر فمش بضرورة ان هي تكون حلوة فين اللي بتكتر حتى لو نتكلم على مستوى الكمية بعيدا عن الجودة امممممم fingers واقع و بعدين التواصل بتاع اقولك الفكرة فاقى قلها داود عبدالسيد مرة وان بنعمل كتاب عنه ان الجيل بتاعه استفاد جدا من رفض النجوم فى العمل مقردين جداد داود عبدالسيد فيلمه الاورص عليك اما حمود عبدالعب عزيو نور الشريف محمد خان مع نور الشريف احمد زكي مع خاييري بشاره لهم عارفين إن الأفلام دي مش بتجيبهم فلوس مش بتكسر الدنيا مش بتزود أجرهم بس بيعملوا فيها أدوار حلوة وبيقدموا بيها مواهب جديدة وبيحطوا بيها تاريخ اللي حصل إن دلوقتي بقى فيه انفصال كامل ما بين المين ستريم اندوستري اللي ليها نجومها وليها مخرجيها وما بين الناس اللي بتعمل حاجة جادة وأصبح النجوم الكبار اللي ينفع تبيع بيهم الفيلم مش بيفكروا حتى إن روح يتعاون مع مخرج أول مرة يخرج أو بيعمل حاجة جديدة تتعاونوش مع أحد خلص تقريب لا يعني أنا ليه روح أشتغل مع مخرج لسه ما عرفش عمل إيه روح يا ابني اشتغلك في المين ثلاثة وتعالي فيش حد بيعمل زي اللي عمله نور الشريف محمود عبد العزيز ويحيد فخراني وإحمد زكي زماني نرجع تاني لمنافس الدور التمانية بتاعنا بعد هذه الفاصل المفجع ونبتدي مع المباراة الأولى المباراة من جو العالم بكل تفاصيله الإرهاى والكباب يواجه تيول الظلام متش ساح هظن انه ساعر الذي قلناه يعني وبعده علينا مفيش هو نفس المؤلف نفس المخرج نفس البطل نفس العالم بس الإرهاب والكباب بالنسبة لي آوضح هل إهم يعني أكتون بجد ه SCP هي إرهاب والكباب هو تيول الظلام كسب بصعوبة أصلا انا أدفع برضه تاني على تيول الظلام انا بحب فيلم تيول الظلام جدا وبحب فيلم الرهابو الكباب جدا في الخناقة دي لازم اعترف ان الرهابو الكباب ليه الاجج سنة قدام بس فيلم تيلو الظلام انا شايف انه اوحش حاجة ممكن اقول على فيلم تيلو الظلام الاول كم ثانية السي جي الغريب اللي حصل في الكورة ده وفي النهاية الكورة تتقيق سيئة بشكل مش طبيعي بس بجد هتوقف عنده هنا الحاجات السلبية لا 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 سيئة سيئة بشكل مش طبيعي يعني بجد دي جدت من بره الفيلم دي اللي فصلتني بس غير كده انا بعشها اتفكر الاعين ان تقعد احمد بدير في اسقوط هنتصور لا اه اه يس يا لها ما هو ده برضو من الافلام اللي لو يشعين معنا مش هيدخله في الموضوع ده الارهابو الكباب يتقدم الارهابو كباب وطيور الظلام يتراجع اضحك الصورة تطلع حلوة يقابل فارس المدينة ده ده الخناقة بتاعك انها اصلا كنت انت قاعد عامل فيها الملك البريء مش ملك البريء بس انا هتساكت شوان ما اتضربش اوك انا هفوت اضحك الصورة تطلع حلوة وانا هقول اسف يعني لبني فارس بس برضو اضحك الصورة تطلع حلوة اضحك الصورة تطلع حلوة لنفس المسببات اللي احنا اتكلمنا فيها برضو فارس المدينة تفوق على سوبر ماركد بفروق بسيطة مش واسعة اضحك الصورة تطلع حلوة بصراحة كانت الموضوع الجدلي مع صديفة الجامعة الامريكية بس حكم جودة فيلم ومقابل جودة فيلم اعتقد ان انا كانت مفروضة تبقى لهذه الصعوبة لا يعني هي بالنسبة للاضحك اضحك الصورة تطلع حلوة واضحك وفارس مدينة كافلام جودة مقربة يعني مقربين في الجودة مقربين في عاجات كتير بس زي ما قلتلك لما كنا بنتناقش نختار افلام ايه في النقاش ده فارس المدينة فيلم ستيل نيش محتاج انك تكون بتحب محمد خيان محتاج انك تكون العالم اللي تبنيته ده انا ما كنتش عارف اي حاجة عنه يعني اقول انه من غيره ستيل الفيلم جميل بس مش بنفس الجودة بحين تضحك الصورة تطلع حلوة وفيلم اكسيسي جدا لأي حد وفيلم في ميزة كمان انه فيلم مصري جدا يعني في كتير من الافلام دي وكتير من الافلام وعيد حامل جميلة جدا بس ينفع تدور في اي حد اضحك صورة حيوه ده بالكاركترز بتاعته بالعلاقات ما بينها بشكل كل حاجة فيه ما ينفعش يدوره في مصر ودي دي حاجة يعني برضه انا بحس بقدر الفيلم ده عليها جدا انه فيلم ابني بيئتنا مية في المية انا بحب اضحك الصورة تطلع حلوة برضه لانه في بعض الانتصار لأحمد زكي في الفترة دي التجارية عمل عدد من الافلام افطل ادقا احمد زكي انا انا من اذا هي ده واحد ادقا احمد زكي حالات الاقلال اتلاق حالات الاقلال مهمة لانه في الفترة دي كان عمال عدد من الافلام بصراحة ان بحباش خالص ابو الذهب اللي اجاب فيها فلوس الحاجت الرجابانه فيه فلوس بجده اياه وحسن اللولو لما رجع تاني بالشخصية دي شخصية مدركة تماما لسمها ومدركة تماما لشكلها الحقيقي ومن ذلك بيصدر كل أنواع المشاعر والقيم والجمل وكل حاجة في الدنيا اللي ليدنجمان ممكن يعملها فكان قام باك مهم حلو وخد معامو ممثلين شباب النهاردة بقوم منذكي كريم عبدالعزيز يعني أرعابو الكباب واتحكي صحيح طعامة لما نتكلم عليهم هي حاجة قريبة جدا من بعض نصدر لهم بس اللي حيقابلهم من النحية التانية المواطن مصري يواجه اللعب مع الكبار ده مطشق ما تقوليش بقى أنا حقعد والحركات اللي بتاعت احمد ساعدت إعلامنا أكون صادق مع نفسي أكون صادق مع نفسي بنفس المتر بدون أنت قلعت الفيلمين اللي أنت عاوزهم عارف 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 عشان أكون صادق مع نفسي برضو اللعب مع الكبار مش أحسن التلاتة ده مش أحسن التلاتة الموجودة ده 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 إنه هيبقى ثلاث أبلا نشي في عرفة في ولكن برضو أنا أقول إن المواطن مصري لا يزال فيلم فيلم أيقوني أكتر بكتير من اللعب مع الكبار القصة اللي هنا مهمة أكتر قصة اللي هنا بتعنده حاجة مهمة ده الفيلم اللي عايز يقول حاجة مهمة اللعب مكوارد يقول حاجة مهمة جدا حلو؟ بس إنت مش أي حد هيتفرج عنيها هيفصلها بالملي المواطن المواطن مصري هي حالة لشعب كامل لحاجة كلنا فاكرنا كلنا بندرس عنها كلنا بنحفظها فلأ ده فيلم أهم الحاجة اللي عايز يقولها لازم لازم كل شخص يفكر كل شخص مصري فقط هم الفيلمين بيرون نفس الحاجة من الاسم يعني يعني لابن معكوة الفيلمين عن إن فيه كبار وكبار ده عندهم باور سياسي ومالي ممكن نقول إن ده سما مسيطرة على 90% من الأفلام اللي حمال صحيح بس مواطن مصري ريليت بالأكتر لإنه أسهل لإن كل حاجة فيه واضحة ومتقسمة والموضوع ومش أنت أنت يوفوت المواطن مصري أنا أوفوت المواطن مصري أنا هفوت اللعبة مع كبار وأنا كمان أنا كنت أتمنى هنا إيس كريم في جليم كاتزايتها أقول لي إيس كريم في جليم مش اللعبة مع كبار بس ما بينن دي لأ أنا هلعبة مع كبار بس يعني أنا أعتقد نقوط الدفع بتاعة اللعبة مع الكبار صعبة أو تحركه الأبعد من كده هنشوف يعني بس اللعبة مع الكبار يتقدم للسيمي فاينل هي الحقبة بتاعتكم يا جماعة التسعينات هي حقبة شريف عرفة وحيد حامد عبد الإمام أي نوع من أنواع النكران للكلام دو تصعب الكتكات والمصير يعني أكبر فيلمين في الحقبة بتاعت يا إلهي أكبر فيلمين كسكيل الكتكات يعتبر فيلم كبير كسكيل الكتكات قعد ست سبع سنين ما بيتعملش أنهم كانوا رفضين أنه دابود عبد ساعد كان مصمم يبني الحارة واو وأولا فيه مهم تجين كثير قالوا لا روح صور في حارة مش عارف اللي في ستوديو جلال هو عايز حارة بعينها اللي بانها لقونس يا بوسيف والغريب أن الناس كتير جدا كانوا رفضوا السيناريو أنا شاهدوا أنه فيلم كئيب وغم كتكات أوكي هو بشكل ما يعتبر فيلم حزين بكل تأكيد بالرجوع لإسم الرواية كمان يا لكتر حزين إنه اختيار صعب شوية بس أنا أنا هنحز بوضوح للكتكات كتكات تاني يعني أنا عندي مثلا خلينا نقول التاتريات البداية بتاعت الكتكات المزيكة بتاعت البولبو الغنى الغنية بتاعت سيد مكاوي الأغاني ده الفيلم الوحيد اللي بيجتمع فيه الساونتراك والسكور لا والأغنية مع أن بيطلع لك أسامي داود عبد السيد أونسي بوسيف راجح داود محمود عبد العزيز كل أسماق ضخمة جدا مع مزيكة حلوة جدا وبعد أن تروح قطع على قاعدين في الغرزة يقول له الحكاية بتاعت طلعت أمك وكذا ويتحكوا ويمشوا ويعادي عسكري يسمع سماعهم ومعارف أنه جوا بيحششوا وأنهم ويعادي يمشي ما عملش حاجة اللي هو أوفرتيرك كذا بتقول لك كل حاجة عن الفيلم بشكل عزب جدا أنا في رأيه اندي أحسن مقدمة يعني أحسن داخل الفيلم مصري إن أنت أول ما بيقول له مش عارف تلعت لي كنت تلعت لي واحدة تعميت إزاي يا شيخ حسني وكذا وطلعت لي واحدة وآخر تلعت أمك فيه مفجر جدا غير متوقع على الإطلاق في المود الحزين لأ أنك متعرفش التدخل على إيه لا هو بيحكي له ده تعميت إزاي وفي الفترة ده إحنا ما كناش نعرف دعم محمود عبد العزيز الشكل ده مش حارفينه وده يعتبر من أوائل النجوم بتقعد صف الأول بكل تأكيد اللي تبنى السنه بقدري قوي لأنه ما كانش كبير للدرجات دي وأجمل لدهاية وأجمل نهاية أنت مش ممكن تنسى فيلم ومش ممكن تنسى نهاية الفيلم طبعا أنا مش بيقول إن الفيلم مفوش حاجة في النص بس إنت إزاي بتعمل براعة الاستهلال وبراعة الكتام إنت بتخلص فيلم تقابل بس كتكيوه وتاني ومفوش ده يعني المصير ممكن نختلف على حاجات وتفاصيل فيه وفيلم جميل وممتع بس كتكات يعني أكمل كتكات أكمل كتكات أكمل كفيلم أكمل أنا أقول إن الكتكات كفيلم مصري بشكل رائع بشكل رائع أتفرج عليه أنا بحس إن أنا بفهم كل بفهم الجو بدخل جو على طول فيش أي مشكلة وأنا أفهم إن إن هو لناس كتيرة حتى من جيلي يعني كفيلمين دائما بيتكلم عنهم كتير الجيل بتاع الكتكات والكيف تمام؟ الكيف برضو ضيب كامل لوحده بس في النقاش اللي إحنا فيه الكتكات والمصير أنا أقول الكتكات مع إن أنا أحب المصير كفيل بعيدا عن المحتوى اللي موجود كلنا متفين على هذا بس لأ الكتكات لازم يتقدم قدام من وجهة مصري كفيلم مصري في سناتي آيقونيك الإرهاب والكباب يقابل إضحك الصورة تطلع حلوة واللعبة مع الكبار يقابل الكتكات خلينا أقولك اللي أنا كنت عايز أقوله إن الفيلمين اللي هابوا الكباب والتحك الصورة تطلع حلوة هم فيلمين عن شخص يرفض التنازل عن كرمته ودول وده دي اتما الرئيسية في أفلام وحيط حامد عموما شخصيتين قنوعين قنوعين جداً ما عندوش مشكلة إن حياته تستمر زي ما هي ما عندوش أي تطلع طبقي يعتبروا قالوا كده بشكل مباشر في الفيلم راضي وقانع نفسي أمشي كله بس نفسه إنه لا يوهان ولا يوهان في البيت ولا في الشغل ولا في الأوتوبيس ولا وكذا وده شيء أظن ده طلب مشروع لا يمكن أن ألام عليه زي ما بيقول عدل الإمام في الفيلم وإنه بيكتشفوا بشكل أو بآخر إن لأ أنت ما مينفعش تفضل غزباً عنك الحياة ونمط العصر ده هيكبرك إنك تدخل في صراع مع قوة أكبر منك تحط في حوادث عبثية غير مصممة ولا أنت عندك حرص عليها ولا هي لحظة انفجار ولا ساعة لها ولا أي حاجة ولكن حطت كل حياتك ومصيرك وعلاقتك باللي حواليك على المحك والجميع في الفيلمين ينتصرون أيضاً للإنسان البسيط الواضح الذي لا يوجد كود أخلاقي صارخ ولا يحاول أن يفرد أفكاره على الآخرين ولا يحاول أن يقول للناس أنا أسمنكم ولكن أريد أن الناس يتعامل معه بنفس القدر من الاحترام والتقليل فاختيار صعب بصراحة ولكن لو أنا أصوت وعشان الفيلم دائماً أبعد من قصته أبعد من شخصياته عشان فيه إنجاز بصري وفيه إنجاز موسيقي وفيه إنجاز أنت كده بتشير لي فيلمه معين ولا تتكلمش في العام؟ أنا بس عشان كده كده الفوت بتاعي اللي برهاب الكباب لأنه أصلاً أدحك الصورة تطلع حلوة أنا كنت أتفضل صعيزة الأمريكية عنه بس أنا فيه نقطة عايزة أسأل عليها لازم أسأل عليها هو ليه عبد على حدود ما دخلش في القائمة؟ عشان بس أكون نحن كنا عندنا قائمة من حاجة وعشرين فيلم نحاول أن نقللها للسلتاشر لكن كان هناك مجموعة كان مجموعة عبود على حدود أيضاً يأخذ نحن كنا نحاول أن نشيل حاجات من مخرجين كنت معنا في الموضوع في آخر ملسطة عشان برضو معلش حفتن عليك الراجل مندي انت بعض زي ما يكون إحنا اخترنا الأيما لكن أنا حطيت عبود على حدود قلت عبود على حدود خليه يكون أيوة أنا أفكر إن حصل نقاش على دوت وطلعاً لسبب أنا شكراً اللي حصل نقاش إن إحنا إحنا قلنا لو النظر موجود كنا كلنا اخترنا النظر بس النظر إنتاج ألفين فإحنا عندنا تو كانديتس للمرحلة دي هم سعيدي وعبود اللي هم اتعاملوه في سنتين واربعات 98-99 قدموا نجمين كبار هينيدي وعلاق وقدموا للموجة دي بس قلنا في الآخر لو أحنا عايزي نخلي واحد منهم إنه لو هيمثل الموجة دي هيمثل أهميتها اللي يليها أهمية في الاندستري وأهمية ثقافية أكتر من أهمية الأفلام كأفلام فقلنا إن العمل الثورة دي أكتر هو صعيدي فصعيدي هو يمثل دي أكتر من عبود وإنت تحفظت وقلت أنا هقول حاجة على وجود عبود دلوقتي افتكرت الليلة كلها بس برضو كأن كنت شايف أن الفترة دي أصلاً اللي إحنا بنتكلم عنه دلوقتي هو إيه تحك ستطلع حلوة؟ هو فيب كامل لوحده تمام؟ بس إحنا اللي تغطى في الكشعور التسعيناتي البدايات بس النقل بتاعة الخطوة الجاية هو بشكلة أو بآخر أنت ممكن تقول إن عبود فيلم ألفيناتي أكتر منه فيلم التسعيناتي صحيح بس تيكنيك ليه تعامل في التسعينات ماشي بسأكل إيه أكثر تعبيراً عن الحقدة؟ عم سمعها وعن الناس اللي بشتغل بواهها وعن أنا أتكلم من ناحية تقنية ذات نفسها في الأفلام كفاكت كمان هو أنتك تصوي تسعي كنمطية للشخصيات اللي بهابو الكباب واللعب مع الكبار في كذا فيلم موجود على التراويزة في أركتيب معين للشخصيات اللي متشابهة من بعض أنا عايز أقول إن في الفضلين دول هما اتنين بس بس عند وجهة نظر إن سعيدي وعبود والأفلام دي غير إن هي عمل التغيير في الاندستري وغيرته بأمور هي كمان خلقت شكل جديد من البطولة الأبطال اللي هما ما عندهمش بقى خالص أي قد أخلاقي ما عندهمش حتى السمات أو الشكل أو الأمور دي ومش بيدفع عن حاجة هي أبطال العصر منهزمين لعصر منهزم بيحاولوا ويتفاعلوا مع حواليهم والعالم عمال يدطش فيهم يمين وإشمال وهم حتى ما عندهمش حاجة يدفع عنه اللي هو نموذج الأمثل للنبي مثلا صحيح هو تأسيس يعني هي إذا كان عدل إمام في الأفلام دي هو الأركيتيب بتاع التسعنات فده الأركيتيب بتاع الألفية بتاع العقد الأول من الألفية فرحة اللي هما أبطال عبود الثلاثة هما شكل هما شكل أبطال نظر بشكل أو بآخر هما شكل اللمبي مع فرق المستوى التعليمي يمكن سعيدي مش بيفيت قوي في كده لأنه سعيدي برضو فيه رحلة صعود كلاسيكية وفيه فكرة بتاعة إن إزاي الإنسان البسيط بيستخدم برقته وحسن فطرته في إنه ينتصر على ناس أكبر ويمكن فيه تميز شوية على مستوى الأركيب بتاع البطل لأنه في النهاية نابغة إحنا وننكلمش على والد سوائر عالي يعني بس يعني أنا مش نظمان إن أنا فيه أفلام تانية كنت أتمنى تكون موجودة بس فلل جدا إنه وهي دي وجهة نظر اللعبة يا جماعة هي محدودة ب 16 فيلم ومنابل الله يخليه وكمل احترام لكل الأفلام وكل الصناعة لأفلام نشتغلوا على نحن بعد كده نبقى نترى من دور ال 32 ونخلي الحلقة 6 ساعة مفيش محدودة إضحك الصورة تطلع حلوة فيلم رائع فيلم جميل بس برضو الإنهاب والكباب كأيقونية كأحسن في الم في التسعينات لا هنتكلم من الإنهاب والكباب دي محصومة إلى حد كبير هو إحنا منحص نحظنا والحمد لله إن ريال مدريد وبرشلونة واحد رحل نحياتي واحد رحل نحياتي اللي هنوما الكنين كانوا في ناحية واحدة لما بكر حيبقى مملي جدا اللهم مع الكباب والكتكات لا طبعا الكتكات متميز على عدد كبير قوي إحنا أصلا لما بنيجي نتكلم على الرحلة بتاعة وحيد حمد وشريف عرفة ومع عبد الإمام أنا بقول إن اللهم مع الكباب كان باين فيه إن فيه شكل طاغي قوي لسيطرة عد الإمام على مجريات الأمور إلى حد كبير جدا لسه فيه كل الأطار بتاعة الحاجات اللي هو بيعملها وأنا مش بحكم في الموضوع سنة واحد وتسعين لما تعرض اللعب مع الكبار أنا بعمل فاست فور ورد على الأفلام دي كلها وبشوف الحاجات اللي هو بيحبها ديت وهي بتختفي مع وحيد حمد وشريف عرفة وبترجع تاني تظهر لما بيشتغل مع صنعة آخرين فلا يعني اللي بحاول أقوله إن فيلم زي الإرهاب والكباب أو طيور الظلام أول حاجات التانية اللي هم عملوا مع بعض اللي مدخلتش الأيمة زي المنسي والأمور زي إذي هي محاولات متطورة جدا 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 على اللي بدأ في اللعب مع الكبار ولعبك مع الكبار وصل لنصف النهائي لأنه كان حظه حلو في المواجهات اللي هو قبلها يعني اللعب مع الكبار يمكن شكل اللي عمله سعيدي وعبود إنهم بدأوا موجة جديدة بس الفرق إن الموجة دي تطورت في التسعينيات لأفلام حلوة أهم بكتير بس لأسف في الألفية تطورتش الأفلام أهم أصبح يعني البيك هو اللي عملوه في سنة ألفين الناظر وبعد كده كل أفلام أقل من الناظر في حين إن الموجة دي تسعينيات قعدت تبيك أكتر في المنسي في طيور الظلام في الربو الكباب في النوم في العسل حتى وهوما بيتناولوا مواضيع أبسط يعني المنسي على سبيل المثال فيلم بسيط جدا لا فيلم بسيط جدا أنا فاكر كويس لما دخلته في السينما وطلعت لا إحنا على مستوى الجرأة أو على مستوى أهمية ومستوى حدة الموضوع اللي إحنا نتكلم في إحنا هدينا قوي 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 ورجعنا لشكل الكوميديا بتاع عاد الإمام اللي ممكن تكون تمانيناتي شوية وخصوصا في مواجهاته مع أحمد آدم ومحمد هينيدي وعلى أولاية الدين اللي عملها في بداية الفيلم والكلام ده لكن لما تيجي تبص على الفيلم بنظرة بعيدة شوية دلوقتي لا هو فيلم مش أقل أهمية عن دول فالسي بس الكتكات كتكات يا جماعة أنا عاوزكم بقى مشكلة بس إحنا عمالين الأورة بتاع الكتكات الضخمته الخليح نايسة ما كلمناش عنه تاريب إن هو عمالي أعرف بيلعب بيلعب بالنشيئين بيلعب بالنشيئين بيلعب بالنشيئين بيجهزوا منها بيلعب بالنشيئين ويعلم أستاذي أحمد ممكن سألك سؤال أي فيلم من الاثنين دول فاركت عليهم أخر يعني عملياً لأنني عملت أكتر من كتاب عن دول عبد السيد كتكات لكن ليس لأسباب لي علاقة بالنشيئين لا أعرف أنني لا أعرف أن أفضل بصراحة لكن لو إجابة لي علاقة بالفاكس فأنا رأيت كتكات أبداً لكن لأنني عملت كتاب عن سينما التميونات وعملت كتاب عن دول عبد السيد فكان لازم أذكر الأفلام أكتر حسناً فقط لا يوجد دراسة فقط كمتعة هذا لي علاقة أيضاً بالتعريف المتعة لو نتكلم عن المتعة وإن كان كتكات مليان ضحك يعني أنك تضحك أنك تستمتع أي حاجة ستقولها الآن ستبقى تتفسر غير لأن الفيلمين الحقيقة قمتين يعني فيلمين يمكن أن يكونوا من أحسن عشر أفلام في تاريخ السنة المصرية كلها ليس في التسعينات فقط فأنا نتكلم عن عملين كبار جداً تقريباً عناصرهم مكتملة تقريباً 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 صعب 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 ناخد وقتنا معلش بعد مواغذة أعتقد أن هذه ممكن تكون أكتر حلقة حيبق فيها خلاف مع الناس فكرة أخرى خصوصاً أن الجيل جاء الثاني هناك شيئات لا يقرأ أرضي عنها أصلاً عندما دخلتش من الأول على مستوى المباراة الفراعية لكن على مستوى النهائي أتصور محسوم في المين المكتملين على كل المستويات نص هايل في الحالتين تعقد إنساني ليس فقط الشخصية الرئيسية ولكن كل الشخصيات في كل المستويات أداء تمثيلي مذهل من البطلين هنا وهنا مشاهد طول الوقت أنت بتعرف تفتكرها يعني يعني الفيلمين دول لو حد جرب يشغلهم ويكتب الجمل اللي إحنا بنستخدمها في حياتنا هتلاقي إن الأفلام دي تحولت للأليجوريز يعني شعبية تعرف إن شعار حياتي طلع من فيلم التالت؟ أي واحد فيه على موزخ اخصى الله يكسر فأنت معجمك اليومي أصبحت تستخدم فيه فيه ناس بتستخدم الجمل دي من غير ما تعرف أصلا هي كاتف فيلم إيه صحيح؟ هو خلاص أصبح أصبحت يعني مثل شعبي بيتقال في حياته بيعبر بيها عن فكرة ما شخصيات إحنا مثلا ما تكلماش عن الكاركترز عن الكاركتر زي بتاع الهرم مثلا اللي هو تحول آيقونة النجاح الموجي أنا عارف عدد كبير بين الناس الأفاتار بتاعهم الهرم انت تفتح تويتر ولا افتح أي حاجة تلاقي كمية هرم مش معقولة شريف مونير شريف مونير كتمثيل رحلة الشباب حتى المرحلة الانتقالية ساعتها طموحك شكله عامل إزاي؟ وطريقة وصفة النص للفرق بتاعه هو صغير لما كان بيدب على الأرض ودلوقتي عاوز يطير تكسيد مهمة جدا وبسيط جدا للمرحلة كلها ممكن هو وأحلام هندو كاماليا أجمل دور لعيد الرياض ما لهدوم حقها عيد الرياض؟ يعني طبعا عندها اختيارات كتير سيئة بس على واحدة جاية من خلفية ترفيهية مختلفة شوية عن التمثيل أعتقد ثقة حتى الصناع الكبار ديت فيها بتعكس حاجاتك عن موهبتها والدورين دول اللي هي أحلام هندو كاماليا وكتكات دورين كبار أهو أحلام هندو كاماليا دورة على مستوى السواد اللي فيه فيه من مشهد كوميدي من أجمل ما يمكن لما كنت بتقوله ما لك يا وات بتعمل كده ليه ألعب عمر طب انت قلنا إيه انطباعك نحن 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 نعرفة انت لسي مفضلتش لك انا نفحرة زنقة ومش عارف لها نرجع به العربي يعني لما بداع اول لما اللي ستة النهائية اتبعت انت رح تبعت مرة في فويس نوت وديت توقع انا قلتلك لا ايه ده التوقع ده متروش عمتها كده كده التوقع كان فيه ثلاث أفلام هو انت كان عندك انتو كان عندكم بعد التحفز على طيور الظلام وانت قلت لكم ان تيوري الزلام ممكن يكسب وانت قلتوا لنهائي حيبقى كالهي ما بين الكاتات والهرب وكبال واحنا بنعمل القرعة كل خوفي ان هما كانوا يطلعوا في جامعة واحد بس هو يعني 2 winners يعني لا 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 بس معلاش مش حد لكل واحد مدالية زهبية وقومه ليه عما عملها الرجل برشم احنا وصلنا للبيئة 85 واضخضية ممكن ما قالك مسموح بيها دلوقتي المعتز برشم ورجل ايطالي عملوها ايو بس لما الرجل ردل هاتي عادة اللي مانعك تريفو طب انت هابد انا لو هحط شوية المقاس اللي انت قلته اولا لا الريوتشابيلي عندي انا هابد كبا بلانه بيدحك اكتر شوية 2 ثلاثة الاداء التمثيلي الكتكات طبعا لان اداء نوري ده محمود عبدالعزيز من الافضل ده مش حاول به على مستوى السلام المصري على مستوى السلام العالمية كزي ممكن يكون ضمن الافضل على الاطلاق وما فيهاش اي مبالغات يعني انا طول عمري بقول ان الاداء التمثيلي لما بيتميز اوي بالسبب اعاقة معينة او حاجة بالطريقة داية فانا بعتقد ان دي تذكرة سهلة شويتين زي لما حد بيعمل شخصية عندها اعاقة وتاخد اوسكر يعني سهلة يا جماعة هو من في الدنيا عمل وحش كل الناس لما بتعمل دور حد عنده اعاقة تعملو حلو بس ما عملهش حلو بس ترانسندت الله ينور عليك الرجل ارتقى فوق حاجات كتير اوي فوق المقاييس العدية اساسا مش تقليل من عاد الامام في اداءه هنا بس التحديات مختلفة طريقة التحديات اللي كانت قدامك والامور اللي قدامك مختلفة فاااااااااا اتسطاصة المذيكة احيا جماعة يمكن اجمل مزكتين في فيلم غريب اخترته انا ما اعرفه بتاع سامير صبري مش فاكرها فالصدقاء بموت في المزيكات بتاع تحامل بس يعني انا مش فاكر بس دول من اجمل مزكتين في مصر بس اصلا صديقين دول ممكن عاد اسمعها لوحدها انا كنت اقيل اسمعها بعد ما اسمعت الستريم بس انسيت دول مزيكة انا بقولك الكلوزن شاط بتاع الموضوع دوت انا باخد حمس في الدوم انت عندك فنالتين فضيعتين فيلمين بينتهوا بطاقة انت بتطلع مع التترات بطاقة ان انت هو ده المفروض الافلام تعمل كده المفروض الافلام الحلوة انك تطلع من فيلم حاس انك انسان تاني او عالقل في حالة افضل بكتير مما دخلت الفيلم عليه انا دخلت الارهاب والكباب في السينما عاوز اقول مترو في وسط البلد حفلة تسعة بالليل مع ابويا وامي ولما خرجنا ما كانش فيه مواصلات ورجعنا البيت ماشي احنا سكنين في شارع بريح سعد زغلول في شارع القصر العيني احنا مشينا والدنيا ابتدت تنور وبدأ مجمع التحرير واخنا خارجين من الفيلم كانت لحظة ده فيش نوتر انا اقول كده كده وانا اقول الارهاب والكباب انا اقول الارهاب والكباب قبل ما انت اتطلقوا التهرمية اه لان كده كده الارهاب والكباب لان برضه الارهاب والكباب اه كفيلم كفيلم كامل بنفس المترك اللي بنقول عليه اه هو هو بيحكي القصة مقفولة من كل النواحي هتضحك هت هتدائي هتعيش كل التجارب دي مع فيلم الارهاب والكباب فبالنسبة لي هو فيلم كامل اكتر سنة بس الكبكات هو برضو حاجة ايقونية في تاريخ السينما المصرية وزي ما انت اقولت لو هنعمل هي التصنيف الديفينيتف لاحسن اعمال مصرية هتعملت في التاريخ فلازم دول دايما هيكونوا في 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 لازم عندي شوية ترجح فلا الارهاب والكباب اللي فكرت فيهم سريعا مشاهد الحركيات مش سهلة مشاهد الانفجار بتاع الانبوبة والمية والخرطوم والكلام ده لو بنتكلم برضو على اثر جانبي تاريخي ممكن ان ناخدش بالنا منه ودينا فضل فيه كبير لمحمد خان الارهاب والكباب فيه تاريخ رائع جدا للمربع بتاع التحرير التحرير بعمر مكرم بوزارة الخارجية بالقوتلات بالمعرفش مين بالكلام ده تعرف انه بعد الفيلم تقريبا بقى فيه حاجة تغير في شكل مجمع بقى ماينفعش دورة مية حاجة مفوقة توصل للارض فعلا بسبب الفيلم تقريبا غطوا ادوار او حاجة زي كنه بس في نسب دائق اوه عشان تلكات مفاصلة انا نفسي هدائق بس يعني برضو يعني هو خلاص يعني بس لو هنتكلم في سياق النوة مع الارهاب والكباب فبجد هي اتساطاطة انا بقول انه ممكن يعني على اخر المر المقارنة الى حد كبير غير صالحة يعني احنا في افلام كتير قابلناها هنا وسريعا شوء شرح لنا ووضح رحلة بطل متمثلة بعد كذا سنة بنستكمل معرفش مين دول مفيش دول شلوب مختلف افطال مختلفين اعوال المختلفة بس يعني الفيلمين رائعين وصعب انك تتساهم وصعب انك تشوفهم تاني وثالث ورابع بس يعني خلاص انتو اتنين واحد بلا اي افضلية بصراحة انا كنت عايز اقول بقى افضلية طفيفة مفيش افضلية ولا حاجة هي مجرد التصويت علشان نطلع حد كسبان اللعبة الارهاب والكباب فيلم التسعينات المفضل لهذه اللعبة ومع الوضع فالاعتبار انه بشكل واضح فيلم التسعينات المفضل عندي شاوي هو الكيكت اي اضافات على محتر الجلسة رأى رأى انا اتعلمت كتير بجد انا اتعلمت كتير جماعة كمان مرة هو دوت الهدف احنا جايين النهاردة نقول لكم ترشحات احنا عارفين احنا بنتكلمش على افلام ناس كتير هتخش تتعصب لها او هتتكلم عليها واحنا راضيين بدا تماما ومفيش مادلية ذهبية هياخدها الفيلم في الاخر احنا بلول الناس تتفرجوا على الافلام الجميلة والفي الاخر قولو لنا رأيكم بعد ما اتفرجتم لقيتوا ايه اتفقتوا مع ايه من اللي احنا قلناه اختلفتوا مع ايه من اللي احنا قلناه يا ريتو قولوا كل ده في الكومنت الف شكر حضرتكم على مشاهدة الف شكر للمستر شاوي على هذا الظهور المتميز وان شاء الله باذن الله زي ما قلتلك انتبعنا على طول مستر محمود الف شكر لك على المجهود الرائع في متابعة هذه الافلام وعلى مساهمتك في النقاش كمان مرة يا جماعة اللايك الشير الكومنس اللين كانت نجرة تحت في الديسكريبشن وباي باي